بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الكرام يسعدني أن أغطي وقائع المؤتمر العلم الدولي الموسوم ببنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية المنظم من طرف المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يصرني ويسعدني أن أفتتح وقائع المؤتمر العيني الدولي معتدراً في الوقت ذاتي للمتتابعين الكرام عن الانقطاع الخارج عن إرادتنا لأسباب تقنية قلت المؤتمر الدولي الذي ينظمه المعهد الفرنسي للدراسات والبحث العربية الإسلامية بمدينة بوردو بفرنسا الموسمي ببينية الإرادات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية تحية لجميع فريق المعهد الفرنسي للدراسات والبحث العربية والإسلامية رئيساً مديراً أعضاء شركاء ومنتسبين ومتعاطفين تحية خالصة لكل المؤتمرين الحاضرين والافتراضيين تحية خالصة للجنة التحضيرية واللجنة العلمية والهيئة الاستشارية واللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم والتنسيق والتقييم واللجنة التواصل وجنود الخفاء وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المحفل الدولي اشتغل المؤتمر على أيدة محاور من بينها التعليم علم السياسة علم السياسة الحضارة علم النفس الفلسفة الجغرافية الفكر الديني اللغة العربية والتاريخ حتى لا أطيل عليكم أيها السادة الأكارم نتوجه مباشرة إلى كلمات الهيئة العليا للمؤتمر وكذل الجامعات والمؤسسات البحثية والبداية مع كلمة المعهد الفرنسي للدراسات والبحث العربية والإسلامية مع فضيلة الدكتور السيد طارق أبرو فله المجال فليتفضل مشكورا أرجو الله أن يوفق الجميع ويبارك جهود المؤتمرين وجميع الباحثين ونرجو الله أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والسدد ترجمة نانسي قنقر شهر شكرا 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 أبدأ أيها الحضور الكرام كل باسمه ووصفه وجميل واسمه يتشرف المأهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية يسعده استقبال المشاركين والمشاركات من الأساتذة والدكاثر الأكاديميين والمهتمين بالقضايا الفكرية الكبرى التي يثيرها حضورياً وعن بعد إشكالات مختلفة وفي مجالات فكرية متعددة كل حسب تخصصه واهتمامه وبتنظيم مشترك مع مؤسسات أكاديمية عدة ومن دول مختلفة تحت عنوان منية المجتمعات العربية بين النظريات المعرفة وشكالات التنمية أريد هنا بادئة ديبد أن أتقدم بشكر جزيل لكل المؤسسات الجامعية والبحثية التي شاركت معنا في هذا المؤتمر وكل الإداريين والباحثين ورؤساء اللجان العلمية والمحكمين الذين ساهموا ويسهمون في بناء أوصر العلاقات الأكاديمية دون أن ننسى الطاقم التقني إن موضوع مؤتمرنا هذا يعد من المواضيع المركزية والمشاريع الفكرية الأساس التي بنى عليها المعهد أعماله وأهدافه والتي يسعى لتحقيقها في الواقع لما يؤسس لبنية التضامن الأكاديمي والتفاعل الفكري الجاد والفعال والفاعل بين مختلف المشارب الفكر والفقات والديني وذلك من أجل خلق روح العلمي جديد وحركة فقري نقدي مبدع تسعى لإيجاد منهجيات ومضاريات وقواعد معرفية كونية موضوعة وموضوعية عامة تنطيق من الواقع العام لعصرنا وتكون في الوقت نفسه صالحة للتنزيل على البعاءات المختلفة مع مراعاة جديد الكونية والخصوصية الحضور الكرام إن الواقع العام للعصر الذي عيشه والذي أسناه بعضهم بحقبة ما بعد الحداثة وبغض النظر عن هذا المفهوم ودلالاته فإن هذا الواقع تغلب عليه سمة المفارقة والتناقب نظر لخضوعه لمنطق العاطفة المنفعلة والغليان الذاتي الوجدان الذي جرف بعقول كثير من العامة ونطبة على حد سوا هذا من جهة ومن جهة أخرى هذا الواقع يعد كمسرح لتطور تكنولوجي معلومات جاف وكأنه قدر لا يبلغ وقعنا من جهة عاطفة جياشة ومن جهة تكنولوجية جافة مع تقاح قر العقلاني هذه العقلاني التي كانت من خصائص الحداثة وإن كانت عقلاني الحداثة كانت مفرقة في نظري بالطبع إن هذا التقدم التكنولوجي وعلى وجه الخصوص تطور الذكاء الاصطناعي أعيت العلوم الحديثة ملاحقته مما إلى أزمات الأستيمولوجية اجتاحت الحقول العلمية بما في ذلك العلوم الحق يعني العلوم الصلبة بخلاف العلوم الإنسانية الأمر الذي فتح باب الشك في موضوعيتها وقيمتها ومصداقيتها فنشأ عنه أيضا عن هذا التقدم التكنولوجي قطيع أنفر الولوجية أصفرت عن تبدل في طبيعة الإنسان النفسي والبيولوجيا وتغيرات في علاقته بالزمان والمكان وتحولات في الثوابث والقيم التقليدية التي عاشت عنها المجتمعات الإنسانية إلى عهد قريب هذا ما جعل مفهوم التقدم الذي وعد البارحة باجتهار الحضارة البشرية أصبح مصدر توجس وتخوف من مستقبل مجهود ومصير إنساني مفتوح على الاحتمالات كلها بحدة أكثر من أي عصر مضر يمكن أن نعبر أدخلت الإنسانية الحالية في وضع من تشابك ومصير مشترك أوجدت نقائد لها انغلاق على الذات ورادكالية في المواقف وتطرف في المعتقادات والأديان وحنين إلى ماضي ضائع بين قوصيين وكأن الإنسانية دخلت في سلفية كونية عالمية معدية بحثاً عن الذات لاجئة إلى حفريات في ميتافيزيقا الأصول والجذور مما أدى إلى ظهور حركات الممانعة والمطالبة بالخصوصيات الهوياتية الحقيقية منها والمتوهمة أما العولمة الاقتصادية فهي أيضاً متناقبة من جهة تسعى عن وعي أو عن غير وعي إلى جمع الإنسان على استهلاك الموحد كما أنها في الوقت ذاته وسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما أدى إلى تظهور الطبقات الوسطى إذ صارت العولمة الاقتصادية مصدر عنف معنوي ورمزي وسيكولوجي يهدد الأمن المجتمعي والدولي معاً إذا سلمنا بهذا الوصف المقتضب والمختزن أو سلمنا ببعضه فالبحث في بنية المجتمعات العربية عن خلال النظريات المعرفية ومداخلها الموضوعة للتنمية لا ينبغي أن يغفل هذا الواقع العالمي والعولم المعقد والمركب والمتداخل والمتقلم والمتناقض إذ لا تنمية بمعزل عن المسائل والإشكالات التي تواجهها المجتمعات بلا استثناء وإن بدرجات متفاوضة لهذا يرى المعهد انتهاج مبدأ الغيرية من الوسائل المعرفية للدخول مع الآخر المخالف والمختلف في شراكة فكرية علمية للوصول إلى حلول تنموية يمكن الإجماع والاجتماع عليها هذا مع التسليم بأن التنمية ليست مطلوبة بذاتها بل المقصود هو الإنسان ومصلحة الإنسانية وتوثيف التقدم التكنولوجي والاقتصاد والسياسي لصالحها لا على حسابه فالإنسان هو مركز هذا المشروع بناء على ما سبقه من أجل الوصول إلى غايته التي رسمها لنفسه فإن المعهد من الناحية الجيوفكرية وضع نصب عينيه ديبلوماسي أكاديمية تتجلى في تبادل الفكري وجامع علم بين النخب الفكرية خاصة بين الشرق والغرب لتحقيق الاستقرار والازدهار في المجتمعات والدول والمساهمة في حل النزاعات داخلها وبينها والاستجباب الأمني المجتمع والدول العالمي واعتبار الدين عاملاً فاعلاً ومهماً لإحقاق السلام وضمان الأمن شريطة أن لا يقع في فخ التوظيف السياسي والجيو السياسي والجيو اقتصاد وأخيراً أريد أن نؤكد هنا أن الغاية الكبرى للمعهد تبقى متجسدة في ضبان الحرية والعدل والسلام في كل مكان وذلك عبر مداخل وذلك عبر مداخل ومسالك الفكر المشترك إذ هي اللبنة الأساس للتحقيق أي مشروع تنموي طربوي تعليمي ماد اقتصادي ديني روحي حكام سياسي بيئي طبيعي وهذا كله ينظر ضمن أولويات المعهد الفكري وفي الختاب نجدد الترحاب بالحضور الكرام من المشاركين والمنظمين والمتابعين حضورياً أو عبر التطبيقات الإلكترونية والشركاء ونرجو لمهتمرين التوفيق والسداد ولمعهدنا بلوغ المرام وليل المراد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التميس من الدكتور جمال الهاشمي أن يتفضل بإلقاء كلمته بعدما سمعنا لكلمة السيد رئيس المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية مشكوراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل دكتور السادة والسيدات السادة الحضور المتعلمون جميعاً أحييكم بلغة البحث والمنهج وكل اللغات وبعض يشرفني أن أقف أمامكم في هذا المحفل العلمي مهنياً لكم ومتنين على كرم الحضور ودوركم الذي يبني بأفرقه إلى مستقبل أفضل للإنسان أين كان في أي مكان ولعلكم تدركون أيها الباحثون أهمية التواصل الأكاديمي الإنساني ضمن أطوره وسياقاته المنهجية وخصوصياته وكلياته وبيئاته وإنسانياته كأهم المداخل العلمية لنظريات المعرفة برمتها ورمتها إذ أن المنهج وحده هو المنطق الذي يرأي الوعي الإنساني وإنسانية الرعاية في استدلالات متواتر سُقلت بالتجربة ووختمت بالنص وأميرت في منهجية العقل أيها السادة لا نشك أننا في واقع لا نشك أننا في واقع أهدر فيما الأنسنا والعقل والمنهج واستمرأ الجميع وهدرح من خلال ما استكشفته أو استكشفته التفسيرات المبينة لطبيعة واقع الإنساني الأناسي الذي يفوق في مقاصده ومصالحه فلسفة الواقع الاجتماعي هذا من جهة الفكر وصنوان الأنسانة في ذلك الآدمية وهي القيمة الأخرى التي تحتويها وتعبر عنها إذ لا ثبات لأحدهما إلا بالأخرى ولا تكتمل الكرامة إلا بهما عبثاً لن يستقم فكراً ويغير واقعه إذا كان عسه مهدوم أيها السيدات والسالة إن تداخل البيئات العالمية والانفتاح غير المنظم في سياقاته المنهجية وما نتج عنه من تداخلات تقافية وعادات ومظاهر وأفكار استصحبهم اكسار في فكر الإنساني وعجز عن مواكبة التطورات المنهجية وصراعات دانية وأزمات متنامية وفضوية سياسية وأخلاقية وفكرية عقدية وأيديوجيات ترى من جهتها أو ترى الأنسنة من جهتها وتفسرها تلعن بعضها العضاء وهذا جل ما يناقشه أعضاءنا في المعهد الفرنسي لتراسات العربية والإسلامية وشركاء إن إن شاء مراكز البحثية مما تستثنه الحقول وتناء به الهمم وتناء عن حمله النفوس لأن المنهج أول علة وأول صحة تقاس به الأفكار والأمم وتتميث به الحضارات والدول فهو الابنة الأولى لكل شيء وليست العبرة بإنشاء مؤسسات البحثية ونسكها وإنما بأثرها ودورها وقيمها ومنفعتها وقيمتها والجدل فيها مما يخدم الإنسانية والإنسان ويؤسس المفاهيم الكوار مع الآخر الانتتاع أيضا على الذات مما يغير في الواقع المزر بالآلام والتحييق والتحديات وإننا على ثقة لدراية هذه النخبة الفكرية بالعلم التي أخرت مجتمعاتنا العلمية عن لغة البحث واضطراب غايته وخلل توظيفه والحرافه فاختلطت عليه به المقاييس الأداتية والمعايير المنهجية والمقاصد المعقولة فغلبت علينا الشقة في بحوث تكتب ومجتمعات تنكب وما هذه النكبات التي بلدت مشاعرنا واستنزفت أحاسسنا إلا من جرائع الأنادية والتشيء والحراف الغاية البحثية وضبابية المحددات الكلية واستنزال المنهج العلمية وأدواتها إلى منازل الرأي والتقول والقول باختلافها وتباينها والخلط بين بيئاتها وخصوصياتها وهذه حصائل ما فوجئنا به من مسببات قيادنا إلى التطرف في التكر وتطرف في استخدامه كأننا في القول كالحديث والنباي كالخبر والتفاعة كالبحر أيها السادة والسيدة إن المنهجية مبصرة ومبصرة وصحة الفكر والعلم مرتبط بها بل هي أم العلوم بمعقولها ومنقولها وواقعها وأنفسها وقد آلين على عفسنا في هذا المعهد الناشر مع شركائنا من المؤسسات الجانعية والبحثية ومن يلحق بنا من رواد البحث والتنمير والتجديد والمؤسسات الرائدة أن ننفتح على الأشياء والأفكاد والمعتقدات والأعراق والأديان والعلوم والبيئات من خلال المنهج فحسب المنهج الذي يدرك به اليقين ويبنى على يقين وإننا نسعى بهذا الانتتاح لضبط منهجيتنا ضبطا رشيدا وإدخالها في فكرنا مدخلا دقيقا وتقريبها إلى الواقع قربا سجيدا وقد جعلنا فيها المجال متسعا وضيقا ليس عبة منها ولا اتباعا لأهوائنا ولا تحيزا منها ولا انفصال عن واقعنا وخصوصياتنا وآدميتنا وقد آن لنا أن نغير في أنفسنا وفكرنا لتغيير واقعنا بضوابط تسمو بها فلا أصالة إلا بأصولية المنهج ولا أعمل إلا بنتائجه ولا حكم ولا إلا بعدله وأمانكه وما الخصوصية التي جعلناها مدخلا لقراءة الإخلاق إلا إعراب وإفصاح عن حقائق الأشياء وكنهيها تميز بين الذوات والماهيات ونفرق بها بين الأهواء والهويات أيها السيدات والسادة إن التطورات المعاصرة في العلو تفرض علينا مجراتها المنهجية تناسبها وبوعها يمنهجها وأخلاق تأنسنها والتحول عندنا قياس والتجديد منهج وتعدد مداخله مبدأ ومداخل النفس ليست كمداخل النص وكذلك الواقع بينهما مجال وإن واقعنا يدعون إلى إفاقة العقل وتحفيزه بلغة البحر وإنا على طريقين طريق سالك ليس لمعهدكم ما يميزه عن غيره وقد نبذناه لعلته وعزه وجفائه وانقطاعه وانفصاله وانفصال فتله عن مقعه تمسنا غيره وطريق ممنه استقينا منه واستقمنا عليه فارتضيناه عدلا في اجتماعنا وعليه نسير وفي قولنا عن المنهج ما نشير به إلى المعهد أما المؤتمر فله حديث طوي ليس هنا مجال عرضه وقد شارك في بحوث المؤتمر أكثر من مئتي باحث بمئة وواحد وستين بحث أو بحث من جميع الدول العربية خلال خلا واحدة وبعض من الدول الإسلامية وبحسب تصنيفات المرجزين والمقومين ونتائج المحكمين فقد أقر منها ما سنناقشه في وقائع المؤتمر واسمحوا لي أن أمثر قنانة شكري وامتناني لرعاة المؤتمر وشركائه وعضاء الماحد وباحثيه ومهندسيه ودائميه الذين أتحدثوا بلسانهم وأروحوا بأهدافهم والشكري بالصلاة للربان الحكيم والعالم الكبير الأستاذ الشيخ طارق أبرى ومحامل شكري وامتناني لرؤساء اللجان العلمية المبرزين علما ودرايا أولئك منهم الذين جمعوا بين أمانة والأخلاق والعلم والعمل والصف والوفاء والصبر والإرادة كل باسمه وصفته وقبل الحتام نعلمكم أننا في صدد الإعداد عن مؤتمرين علميين أحدهما في فرنسا والآخر في دولة أخرى لتعميق الترابط المؤسسي بين مؤسسات الشرق والغرب فالأول بعنوان العلمانية بين إشكاليتي المواطنة والهولية والثاني بعنوان المرأة ومكانتها بين قيم الخصوصية والقيم الإنسانية وأختم بالشكر لكم أيها الحضور المؤقر والباحثين والشركاء والداعمين والمنسكين ولهذا البلد الذي يجسد في كثير من جوانبه قيم الحقوق المساوعة والقرية والعدالة والإنسانية وأخيراً نسأل الله التوفيق والرجل والعدل والسلام لنا ولكم ودوتو شكر الله لأسيد محمد جمال الهاشيمي مدير المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية على كلمته المقتضبة التي عبر من خلالها أو كأنه وضع خارطة طريق لهذا المؤتمر ورحب بكل المشاركين والمنتسبين وكلنا في هذا المؤتمر إضافة إلى حديثه الاستشرافي للمؤتمرين القادمين حول العلمانية والمرأة العربية المسلمة نوجه الكلمة أو أعطي الكلمة الآن للسيد مدير المعهد الوطني سائل أغاس والسادة المتخصص في الخطاب الديني الإسلامي بجامعة باريس السيد ستيفان لكروة فليتفضل مشكورا السيد ستيفان لكروة إذا كان حاضرا مرحبا بك مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله أعطيك الكلمة مشكورا في البدء والخيتام تفضل دكتور شكرا لا السلام عليكم وشكرا على الشيخ تارك عبرو والدكتور جامل الهاشمي على الدعوة الكريمة وأعبر سعادتي لكوني هنا معكم في هذا المؤتمر المهم أنا يعني أؤمن بمثل هذه الجهود التي تجمع بين البلدان المختلفة وفرنسا والعالم العربي ككل وأظن أن كما فهمت هناك مشاركين من من عدة بلدان عربية فوجلكم يعني تحياتي من باريس فأنا يعني لم أكون يعني لم يكن لي دور في تنظيم هذا المؤتمر الأخوار الكرام تارك وجمال يعني قد يعني اقتره أن يكون لدي كلمة في البداية وأنا أشكرهم على ذلك ولكن طبعا يعني دوري في هذا المؤتمر يعني بسيط يعني فقط يعني دعوني لإلقاء هذه الكلمة فما أستطيع أن أفعله في هذه الكلمة قد يكون أن يعني أتكلم أن يعني أهمية العلوم الاجتماعية وأن أبحث في العلوم الاجتماعية على فكرة لا أستمتع في سينغيس أنا في سيانس بو التي هي الجامعة الأولى في العلوم الاجتماعي في فرنسا فأنا أؤمن بهذا المنهج منهج العلوم الاجتماعية وأهميتها لدراسات مثل هذه الظواهر التي تهمكم في هذا المؤتمر فيعني الإشكالية الكبرى في العلوم الاجتماعية هي الربط بين السياق والفكر ولما أسمع يعني عنوان المؤتمر وبين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية يعني السؤال الكبير هو يعني ربط السياق بالفكر يعني كيف يعني وما هي السياقات التي تؤدي إلى ظهور ونمو فكر معين وكيف تؤثر هذه الأفكار على السياقات الاجتماعية والسياسية فالرب بين هذين العاملين يعني هي السؤال الكبير لدينا كمتخصصين في العلوم الاجتماعية فمثلا وأنا يعني شخصيا أشتغل على يعني علم اجتماع الأديان سوسيولوجيا الدين ففيما يخص الدين مثلا يعني هناك دائما صراع بين اجتهدات ومدارس تصار بعض يعني وهي مختلفة ويعني فهذا التعدد في الحقل الديني موجود في كل الأديان وفي كل زمن فالسؤال الكبير يعني بالنسبة لعالم الاجتماع يعني هو لماذا يتم قبول مدرسة وفكر معين في المجتمع في ظروف معينة يعني ما هي الظروف التي تؤدي إلى نمو ظهور وقبول فكر معين فهذا يعني مثلا لما ننظر إلى موضوع الراديكالية مثلا أنا من الذين يؤمنون أن الراديكالية ليست شيء جديد الراديكالية موجودة في كل الأديان وفي كل الزمن ولكن السؤال لماذا يعني هناك ظروف تكون اجتماعية وسياسية واقتصادية وغيرها يعني تؤدي إلى ظهور ونمو هذه المدارس الراديكالية فهذا هو بالنسبة لي سؤالي الكبير فمثلا هناك من يفسر الراديكالية بالفقر وبالتهميش وبالسلطاوية مثلا ولكن كل هذه العوامل يعني موجودة في بعض الأماكن بدون إنتاج الراديكالية فما هي الربط بين هذه العوامل وكيف يعني ما هو الإطار الذي يجمع هذه العوامل لكي يعني تنتج الراديكالية فهذا هو السؤال الكبير بالنسبة لعالم الاجتماع وكذلك وكذلك يعني ما هي المسارات يعني البروزيز بالانجليزي يعني التي تؤدي في ظروف معينة بصفة معينة إلى ظهور ونمو مثل هذه الأفكار مثلا فأنا كعالم اجتماع يعني أؤمن بمبدأين يعني المبدأ الأول هو العمل الميداني نحن في المدرسة الفرنسية قد أقول يعني في العلوم الاجتماعية يعني نؤمن بمبدأ العمل الميداني يعني الخروج من برج العاج ل يعني الدراسة الميدانية يعني وهذا مثلا يعني المقابلات الشخصية ما الفاعلين الاندماج في الأوساط التي يدرسها الباحث يعني كي يفهم يعني بشكل مباشر يعني ما هو يعني ما هي العوامل المؤثرة على هذا على هذه الأوساط ومن خلال يعني مبدأ ما نسمى يعني في العلم الاجتماعي التعاطف السليم يعني فالتعاطف السليم يعني أنك لما تشتغل ميدانيا عليك يعني أن 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 تكون في مكان الشخص الذي تدرسه يعني أن تفكر مثله أن تكون يعني وهذا مهم جدا كي تفهم يعني ما هي العوامل المتعددة إما تكون ثقافية واجتماعية واقتصادية التي تشكل وجهة نظره كذلك وأنا هنا يعني فرنسي فوريد كمان أن 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 نؤكد على هذا المبدأ المهم في العلم الاجتماعية وهو ما نسميه الحيادية القيامية لندخل تي أكسيولوجيك بالفرنسي وهذا مبدأ لماكس فيبير ومبدأ مهم يعني وهي دائما هدف ليس سهلا يعني ما نعمه بالحيادية القيامية أنه يعني لما ندرس أوساط ومجتمعات مختلفة أن مجتمعاتنا علينا علينا دائما ألا يعني ألا نفرض يعني إطار قيامي معين على الغير يعني أن نفهم الغير من خلال إطاره القيامي الخاص يعني وأن يعني العوساط والشعوب والمجتمعات كلها لديها إطارات قيامية مختلفة فدائما يعني لازم علينا أن نتخلي من الأفكار المسبقة أن نتخلي أن يعني الافتراضات الموجودة لدينا قبل يعني الدراسة وأن ندرس يعني بالصدق وموضوعية وهذا يعني معنى العلم يعني الصدق والموضوعية هذا ما نريده جميعا فأتمنى يعني من هذا المعهد وجهوده المهمة أن يعني أن توصلنا جميعا إلى هذا الهدف المهم فأجدد شكري للمنظمين ولشيخ تارك أبرو وللدكتور جمال الهاشمي على الدعوة الكريمة وأشكركم جميعا شكرا أنا انتهيت ترجمة نانسي قبل شكرا جزيلا لأستاذ ستيفان لكروا على كلمتك القيمة ونمر بعد ذلك إلى كلمة كلية الأداب جامعة كاركوك مع الدكتور عمر نجم الدين أنجا فليتفضل مشكورا دائما نحن مع كلمة الجامعات والمؤسسات البحثية والكلمة الآن للدكتور عمر نجم الدين أنجا عن كلية الأداب بجامعات كاركوك فليتفضل أرجو من الدكتور عمر نجم الدين أنجا إذا كان حاضرا في الأستوديو أن يتفضل لإلقاء كلمته باسم كلية الأداب جامعة كاركوك تفضل سيدي مشكورا السلام عليكم فضيلة بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن 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 الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء والمفرنسي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد في البداية أقدم شكري وتقديري واعتزازي وسعادتي القائمين على هذا المحفل العلمي الدولي الذي يتعلق بموضوع مهم من مواضيع حياتنا وأشكر اللجانة العلمية والتنظيمية والفنية لإدارتهم على جلسات المؤتمر وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيما أن موضوع بنت المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وأشكاليات التنمية من مواضيع مهمة لأننا نجد أن الحضارة العربية والإسلامية يجب أن تكون موضع الفخر والاعتزاز البشري أبرى العصور المختلفة وأبد الدهر لأنها تحكمها مبادئ وقواعد عامة مستمدة من مفاهيم وآخر فلسفة إلهية القرآن الكريم باعتباره قانون إلهي أوجده الله سبحانه وتعالى لصالح وتنظيم المجتمع البشري بجلب منفعة لهم ودرع مرسدة عنهم لأننا نعلم أن مقاصد أحكامه كلها تعود لصالح المجتمع البشري في كل زمان ومكان فتبقى هذه المقاصد صالح للعمل بها إلى يوم القيامة عبر قاعدة كلية العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما أينما وجدت العلة وجد المعلول لذلك نجد أن العلماء والمختصين يخوض في الاجتهاد والبحث والدراسات للتنقيب عن كنوزه من خلال التدبر أحكام القرآن الكريم لإيجاد أحكام وقوانين ومفاهيمة ونصحة وإرشاد وتوجيهات تعد معالجة حقيقية للمشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع البشري بدلالة النصوص إما منطوقها وإما بمفهومها ونجد اليوم أن المجتمعات العربية والإسلامية تعاني من أزمات مختلفة ومتنوعة ووجود فجوة حقيقية بين أفراد المجتمع والسياسات المرسومة من قبل الحكومات وقيادات المجتمعات ونتجت عنها الخلافات المتنوعة والنزاعات وأثرت سلبا على بنية المجتمعات في الإبداع والتطور والتقدم في ركب الحضارة وهذا ما نبهنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله وعطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين نجد ضعف وضع الاستراتيجيات من قبل الحكومات من العوامل السلبية الرئيسية التي أدت إلى بروس تلك الإشكاليات فالمسؤولية حقيقية تقع على عاتق العلماء نجدها لذلك يجوز من خلال الخوض في التفكير لإيجاد معالجات حقيقية لتلك المشاكل بما تتلاءم مع العصر المتقدم وبما تخدم المجتمع البشري لأنه نعتقد أنه لا يمكن تحقيق أي تطور والإبداع إلا بعد وضع بنية المستمعات سليمة وآمنة تحفظ فيها المصالح الضرورية للإنسان التي هي حفظ مصلحة الدين ومصلحة الحياة والعرض والمال والعقل لأن هذه المصالح إذا ما تخلفت واحدة منها في أي مستمع لأدت إلى الفوضى والفساد فيها فعلاً هذه هي التقطيط الاستراتيجي السليم والتنمية المستدامة للمجتمعات السليمة لذلك إذا ما ننظر إلى أهداف التنمية المستدامة المقرة من قبل الجميع العامة للأمم المتحدة نجدها أنها لا تخرج عن هذه المصالح إما بمنطوقها أو بمفومها فنجد اليوم أن البحث في هذا الموضوع في محفل علمي من قبل عقول علمية أكاديمية من بيئات مختلفة وتناول جزئيات ومحاور المختلفة الدينية واجتماعية وثقافية وتربوية والنفسية أيضاً فلسفية لغوية تاريخية إعلامية وغيرها من قبل قادة المجتمع الذين يمثلون أعلى مراتب المؤسسات الحكومية والخاصة التي هي الجامعات والكليات والمراكز التعليمية والتربوية أو البحثية التي نسميها بالمؤسسات التعليمية والتربوية من خلال علمائها وقياداتها ومن خلال فحص الدقيق لنتاجهم العلمين من قبل السادة المقاومين الذين عملوا في تقييم نتاجات العلمية بكل مهنية أكيد سوف تكون لهذه النتاجات العلمية الدور الإيجابي لوضع استراتيجيات مبنية على المعرفة بما تخدم بنية المجتمعات العربية لذلك نعتقد بأن هذا المؤتمر والمحفل العلمي مهم جداً في هذا الوقت لذلك لأن النتاج العلمي والجانب العلمي والأهمية العلمية والاهتمام الزايد بالتعليم وبعلماء الذين يمتلكون ملكة علمية لمعالجة المشاكل أكيد أن المجتمع ينتظر منهم الجهود العلمية لمعالجة تلك المشاكل التي تعاني منها أفراد المجتمع لذلك نجد أن أرسطو أجادة عندما يقول المتعلم يختلف عن غير المتعلم بقدر اختلاف الحي من الميت ونعلم أن عملية التعلم والتعليم كما يقولون عن طريق التلقين أو المحاكات كذلك من خلال النظر والرؤية في المحافلة العلمية لجمع أقول علمية لتكون لها آثار إيجابية في المجتمع على ذلك نجد أن نوصن مانديلا يقول التعليم إلى الآن يعد أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغيير العالم نحو الأفضل باعتبار أن التعليم لتنشئة الأفراد وتنمية الكثير من قدراتهم وأهمها العقل باعتبار أن العلم من خلال العقل هو سبب لازدهار والتقدم البلداني والمجتمعات على هذا الأساس أزاد وارتل كرونكايت أيضا عندما يقول مهما كانت تكلفة مكاتبنا فهي تكلفة رخيصة مقارنة بتكلفة شعب جاهل لذلك فعلا نحن لا بد أن نطور الأمم والمجتمعات الشعب مهما كان بعدده لكن إذا كان جاهلا فلا يمكن الاستفادة من هذا الشعب ومن هذه الأمة يجب وضع خطة استراتيجية لتطوير الأمم والشعوب لنهوضها ومعالجة معاوقاتها بالتي أفضل لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى رسم ووضع خطة استراتيجية لهذه المنظومة بشكلها الكامل لذلك دائما نحن نردد ونقول كما يقول الله سبحانه وتعالى ويقول ربي زدني علما من خلال العلم نستطيع التغلب على هذه المشاكل لذلك نجد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد ويقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة حتى نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فضل العلم على فضل عبادة ذلك نحن دائما نسأل أن يكون علمنا نافعا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على ذلك لأنه من أشراط الساعة كما نقول يقل العلم ويظهر الجهل حتى نحن نكسب من خلال العلم الثواب وهذه الطريقة هي التي تذهب بنا إلى مكان آمن في يوم الآخرة كما يقول الرسول سلم سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الذنب أن أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيكم في ميزان حسناتكم وبدولنا أن نقدم شكر الجزيل لفضيلة أستاذ الدكتور جمال الهاشمي الذي كان سبباً لنا لجمع أقول قلمية مختلفة والتناول في هذا الموضوع وأشكرك جزيلاً لإجارتك الحسينة في هذا المؤثمر وبارك الله فيكم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله يا بارك مع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً للأسادة الدكتور عمر نجم الدين أنجا من العراق من جامعة كاركوك وشكراً على كلمتك التي استهدفت الحديث عن أهمية العلم وتطويره على أنه أفضل من العبادة وطبعاً الأمة العالمة هي التي يمكنها أن تسير في مدارج الرقي والتنمية نبقى مع نفس الدولة العراقية الجمهورية العراق الشقيقة ونعطي الكلمة للسيد الأسادة الدكتور علي عزدين الخطيب ليلقي كلمته باسمه جامعة واسط فليتفضل مشكوراً أسادة الحضور جميعاً الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته سنكون حاضرين الآن معكم هناك حيث أجواء المؤتمر لكن للأسف الظروف منعتنا لكن إن شاء الله في المناسبات القادمة سنكون حاضرين إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه النجباء الميامين وبعد تنهض الأمم بمفكريها فهم المؤسسون الحقيقيون لبناء الحضارة فما الحضارة سوى تلك المنجزات البشرية التي تراكمت على مر التاريخ فكراً وثقافةً وأبداعاً والأمم الأصيلة هي التي لا تنتج فقط رجالاً يشهدون حضاراتها بل إنها في الوقت ذاته تنتج مقومات ديممتها واستمرارها وقد تحدث هزات هنا وهناك ثم تنهض الأمم مرة أخرى وإن طال سباتها لذا فنحن نعتقد إن الإبداع لا يرتبط فقط بالنشأة والبناء فحسب بل لعل أبرز ما يكون حينما يرتبط الإبداع بالنهوض من الركام ليتدفق ماء الحياة مرة أخرى إن أمتنا العربية الإسلامية استطاعت بفضل رجالاتها الأفذاد أن تشيد حضارة منحتنا هوية ما زلنا نفتخر بالانتماء إليها لكننا بعد قرون عدة ضيعنا عليها بوصلة الديمومة والتجديد والتطور حينما خمفنا جذوة الإبداع وضعف في نفوسنا ذلك الفكر المراوغ للتاريخ والمراوض للحداثة الأصيلة فبقينا نتعبد في محراب الموروث نقتات من فتاته ما يسد رمق هيبة واهمة في حين سبقتنا أمم جاءت بعدنا بل أنتجت حضارتها من خلال امكصاصها دماء أوردتنا فصرنا نسير خلفها منبهرين بألوانها البراقة وأضوائها الصاطعة فأصابنا عمل فكريا مرعبا من هنا ومن هذا الرماد نشأت فكرة إعداد هذا المؤتمر طبعا أنا أتحدث كوني أحد الأشخاص الذين سيرث عملية إنشاء هذا المؤتمر ولهذا أشعر بالانتماء لكم ولهذا المؤتمر من هنا ومن هذا الرماد نشأت فكرة إعداد هذا المؤتمر ليبث الروح مرة أخرى في جسد هذه الأمة ثقافيا وفكريا وماديا لإعادة صنع هوية جديدة تضاهي في حداثتها واختلافها تلك الساعة الرملية التي أهداها هارون الرشيد إلى ملك الروم فانبهر كل الغرب بحداثة العرب إن مؤتمرنا العلمي الدولي الثالث بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية الذي يُعقد برعاية المحهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية الإسلامية مع مجموعة من الشركاء يمثلون ألمع المؤسسات الأكاديمية والثقافية في بلدانها العربية إنما هو رمية صياد ماهر وليست رمية حاطب ليل قد يصطاد الغث والسمين بل هو مشروع كبير علقت عليه الآمال لا على أبحاثه التي اختيرت بعناية شديدة جدا جدا فحسب ولا على قيمته من حيث نوعية المشاركين ونوعية المؤتمر المميزة جدا جدا بل هو كل ذلك وأكثر منه أنه مشروع لإعادة الحياة للفكر الحضاري الإسلامي العربي وإعادة الحياة للبحث العلمي الرصين فهو مشروع لإحداث هزة ثقافية في هذا الفكر لذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر أن يقدم شيئا جديدا مختلفا عما ألفته الكتابة التقليدية من منهجية قرائية تفسر الماء بعد الجهد بالماء فكانت هذه الرغبة وهذا الهدف من أبرز طموحات المؤتمر الذي يسعى إلى تشكيل هويتنا العربية الإسلامية المعاصرة في ظل تحديات تقابلها بعكس الاتجاه وبقوة أكبر فضلا عن مجموعة من الأهداف المهمة التي تم تسجيلها على الفولدرات الرسمية لهذا المؤتمر وأجد أن نبدأ تطرف وتحييد الانتماءات السياسية وأبعادها عن التعليم والثقافة ونشر ثقافة التراحم الأكاديمي وتأصيل مفهوم الخصوصية المنهجية والارتقاء بالأمانة البحثية هي أبرز الأهداف التي قدمها هذا المشروع الثقافي الحيوي فضلا عن أهداف أخرى سيطلع عليها المتابع الحذر من صميمي تلك الجذليات تم اقتراح المحاور التي بني عليها المؤتمر الثالث للبحث في تلك القضايا ومناقشتها نقاشا علميا محكما يبرز ثقافتنا الأصيلة ويعطي مؤشرا بأنها ما تزال قادرة على أن تقدم للآخر أن تقدم للآخر الوجه الحضاري الأصيل لأمتنا الخالدة وإعطاء رسالة بأننا ما نزال أمة قادرة على الوفاء وقادرة على بث الحياة في مشروع الأجداد الحضاري العالمي ولكن بثياب عصرية توزع المؤتمر على 11 محورا حاول تخطية جميع تلك الأهداف التي سعى إلى تحقيقها من تلك المحاور منها ما تعلق بالسياسة وعلاقتها بحقوق الإنسان ومنها ما تعلق بقضايا الحضارة وفلسفة النظريات المعرفية ومحور آخر مهم عن التعليم وتنمية المجتمع وأيضا انتروبولوجيا وعلم النفس وغيرها العديد من المحاور التي تضع الأصبع على أبرز الإشكاليات والمستجدات التي يتعرض لها الواقع العربي في أغلب مفاصله الحيوية والحياتية خصوصا إنما يمس المعرفة والثقافة والأمن والتعلم وما يقاربها من إشكاليات وجدليات بدأت تحرك كيان هذا المجتمع لكن من خلال رؤية جديدة مغايرة للرؤية السلفية التي تربت عليها الذائقة الفكرية منذ سنين طويلة رؤية تحاول أن تكون منتجة لفكر أكثر استشرافا للمستقبل وانفتاحا عليه وأكثر التحاما بالواقع في ضوء مستجداته العديدة لكنه أكثر حميمية بواقعه العربي الإسلامي الذي مثل القاعدة التي انطلقت منها جميع الأفكار توزعت البحوث وفقا لتلك المحاور فكان عددها 57 بحثا منها بحوثا حضورية وربما ازداد عدد البحوث الحضورية بسبب صعوبة الحضور وتأخر الفيزل يعني للدخول إلى الأراضي الفرنسية وهي جميعا مثلت جميع المحاور التي تم إدراجها في هذا المؤتمر والتي اخترت بولادات قيصرية وهذا أبرز الميزات التي قدمها هذا المؤتمر إنه كان موضوعيا وعلميا صارما في اختيار الأبحاث وقد ردت العديد من الأبحاث كونها لم تدخل في دائرة المشروع وأهدافه ختاما ولا أريد أن طيل أبارك لتلك الجهود الكبيرة التي يقف خلفها فريق طموح ومتفائل بنجاح هذا المشروع الحضاري الكبير عبر هذا المؤتمر يقف على رأسه المدير العام المؤتمر الأخوة الصديق سعادة الدكتور جمال هاشمي وفريقي الرائع المؤمن بهذا الفكر التثويري التنويري الخلاق والحمد لله أولا وأخيرا الدكتور علي عز الدين الخطيب عميد كلية التربية الأساسية جامعة واسطة العراق شكرا جزيلا شكر الله لك الأستاذ الدكتور علي عز الدين الخطيب على كلمتك المتميزة التي تحدثت عن وضع الأمة العربية الإسلامية بين ماضيها المشرق وحاضرها الذي يتلمس السبل للنهوض ثم في حديثك عن محاور المؤتمر المحاور التي يسعى من خلالها المؤتمرون إلى بعث رماد لعل النهضة العربية من خلاله تأخذ لها مسلكا وسبيلا نحو الرقي والإزدهار نتحول من العراق إلى الجزائر الشقيقة مع الأستاذ الدكتور قاد عقاق ليلقي كلمته باسم جامعة الجلالي اليابس فليتفضل مشكوراً في انتظار ذلك أذكر أستاذ المتابعين لقناة المعهد أننا في إطار تغطية وقائع المؤتمر العلمي الدولي الموسوم ببنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية أظن أن الدكتور قاد عقاق أناب عنه الدكتور أمين الطيبي اتفضلي دكتوره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباً بك متفضلي مرحباً أستأدري أستاذ الاريك أنه مرتبط بزيارة وزير التعليم العالي أستاذ الاريك أستاذ الاريك أستاذ الاريك دكتور حسن هل تسمعوني؟ نعم أسمعك لكن الكلمة ربنا الدكتورة حرية غير حاضرة فيما يبدو لي لكن الكلمة تفضلي بالنيابة عنهما حضرت سليمة حضرت الأستاذ الاريك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دكتورة ألينا تفضلي إذن أنا أعتذل من الأستاذ الاريك وأستاذ الدكتور جمال هاشمي يدري أو يعلم والحقيقة أنه هو من طلب من الأستاذ عجاج أن يكلف الأستاذ الاريك سأقرأها نيابة عنها نعم تفضلي إذن تفضلك أستاذ الاريك مرحبا مرحبا بك إذن مرحبا بأستاذ الأستاذ الكرام الأفاضل مرحبا بالجمع الكريم بالحضور الكريم بأعضاء الذي انتظرناه حقيقة بشغف كبير فالمؤتمر في كل مرة كان يتأجل والحمد لله هو يعقد في يومنا هذا إذن سعيدة جدا بالتواصل مع زملاء الذين لم ألتقي بهم منذ مدة بعيدة وعلى رأسهم أنتم صديقي دكتور حسن مرحبا بالجمع الكريم الحاضر معكم كل باسمه ووسمه وعلى رأسهم الأخ الكريم الأستاذ الدكتور جمال الهاشمي مدير المركز والرئيس الملتقى وأشكر كل أو أشكر كل الحاضرين معنا وأرحب بهم في هذه الجلسة العلمية الكريمة وأتمنى لأستاذ المتدخلين التوفيق سأقرأوا كلمة الأستاذ الدكتور عقاق قادا كما هي مسجرة أمامي إذن يقول الأستاذ إن مؤتمرنا هذا والموسوم ببنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية يعد حدثا أكاديميا هاما ليس من حيث تعدد المؤسسات الأكاديمية المساهمة فيه وحسب ولا من حيث وزن القامات العلمية والأكاديمية الكبيرة التي ستتدخل فيه وتسر نقاشاته فحسب بل ومن حيث ثراء موضوعاته وتعدد اختصاصاتها وتغطيتها لحقول معرفية تنوعت ما بين الفلسفي والنفسي والتربوي والاجتماعي والحضاري واللغوي فمن خلال مشاركة أستاذة بارزين ودارسين لامعين من جامعات ومعاهد ومؤسسات أكاديمية عربية وإسلامية موثوقة سيتم إثارة واستقصاء عدة موضوعات مرتبطة بشكل أو بآخر بالموضوع الرئيسي للمؤتمر من قبيل تحليل نظريات المعرفة وتطبيقها على بنية المجتمعات العربية ودور السياسات الحكومية واستراتيجيتها التنموية في تحسين بنية المجتمعات العربية ناهيكا عن دراسة العوامل الاجتماعية والاختصادية واللغوية والثقافية والنفسية التي بإمكانها التأثير في بنياتها وتحديد أشكال التنمية اللازمة لتحسينها وترقيتها حيث إن مؤتمرنا هذا وبهذا الزخم المعرفي الذي استطاع التوصل إليه من خلال المداخلات المقبولة والمنتقات بعناية فائقة بعد مراحل تحكيمية دقيقة وبهذا التنوع في التخصصات والتعدد في المواضيع الذي يحكس الحاجة الملحة لدراسة بنية المجتمعات العربية وتحليل العوامل التي تؤثر فيها من زوايا متعددة وضرورة استيعاب جميع أبعادها يهدف من جهة أولى إلى توفير فرصة للأكاديميين والباحثين من مختلف أقطار عالمنا العربي المقيمين والمغتربين لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة النتائج المستخلصة حول هذا الموضوع الحيوي والهام كما يهدف من جهة أخرى إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية وتحسين بنياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة برمتها وترقيتها إذن هذه كانت كلمة الأستاذ الدكتور عقاق قادة وقد قرأتها كما هي من باب الأمانة العلمية دون أن أزيد فيها أو أنقس منها وإليكم الكلمة أستاذي الكريم زميلي الدكتور حسن دكتور حسن شكر الله لك الدكتور أمينة على الأمانة التي طوقت عنقك بها وكنت أهلا لها وشكرا لمضمون الكلمة التي أعدها الدكتور الأستاذ الدكتور قادة عقاق عن جامعات الجلال اليابس لما تضمنته من مشاعر الأخوة ومشاعر تقارب الرحم الأكاديمية العلمية بين الجامعات العربية وثنائه على المجهودات التي تبدلها جميع الفعاليات داخل هذا المؤتمر الدولي من الجزائر نعود مرة أخرى إلى دولة العراق مع الدكتور فرهاد عزيز محي الدين ليلقي كلمة باسم كلية التربية عن جامعاتي أو بجامعاتي كاكوك فليتفضل مشكورا دكتور فرهاد إذا كان حاضران دكتور فرهاد عزيز محي الدين عن كلية التربية في انتظار التحاق الدكتور فرهاد عزيز محي الدين نذكر ونشكر ونعيد تحية والشكر لكل المشاركين والمؤتمرين على رأسهم رئيس المعهد الفرنسي للدراسات والبحثة العربية والإسلامية والسيد مدير المعهد والأعضاء والشركاء والمنتسبين والمتعاطفين كل باسمه ورسمه وصفته إذن إذا تأخر ربما لظروف ما نتحول إلى الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر نعيد النداء عليها الدكتور فرهاد عزيز محي الدين إذا كان حاضرا أجدد بمناسبة تحية خالصة للجنة التحضيرية للمؤتمر واللجنة العلمية والهيئة الاستشارية واللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم والتنسيق والتقيم واللجنة التحكيم واللجنة العلمية والهيئة الاستشارية وجنوب الخفاء وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المحفل الدولي أبوكسو في الهاتف أبوكسو في الهاتف إذن على كل حال إذا كان غائباً يتمكن من أن يبث كلمة الجامعة كالكوك ولية الطرية نتحول إلى الجلسات يعني بعد هذه الكلمات الافتتاحية للهيئة العليا للمؤتمر والجامعات والمؤسسات البحثية نتحول أيها السادة والسيدات الكرام إلى الجلسة الأولى من وقائه هذا المؤتمر العلمي الدولي الذي ينظمه المعهد الفرنسي للفراسات والبحوة العربية والإسلامية بمدينة بوردو الفرنسية وأحيل الكلمة إلى رئيس الجلسة الأولى الأستاذ والدكتور ستيفان نكروا فليتفضل شكوراً رئيس الجلسة الأولى ونكسوط من المطاعة ونكسوط من المطاعة مصراً 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 موسيو ستيفان موسيو ستيفان لكروا نعم زفل الطاغور سيطافون الطاغور موسيو ستيفان لكروا أنت الكلمة في إدارة الجلسة الأولى من جلسات هذا المؤتمر نعم نعم إذن نبدأ بالجلسة الأولى التي سأتشارف بإدارتها ونبدأ بالباحث الأول الباحث أسعاد أبد الرزاق الأسدي بورقة بعنوان الوجودية الإيمانية والتجربة الدينية قراءة في التوظيف الجديد وأبعاده الثقافية فليتفضل الباحث أسعاد أبد الرزاق الأسدي في انتظار الباحث أسعاد أبد الرزاق الأسدي اللهي رب العالمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدءا أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذا المؤتمر العلمي الرصين وأبدأ بحثي بعنوان الوجودية الإيمانية والتجربة الدينية قراءة في الأبعاد الثقافية والتوظيف الجديد يتناول البحث التجربة الدينية ومفهوم الإيمان من زاوية أخرى تختلف عن الزوايا المعتادة التي يتناولها المفكرون والفلاسفة فثمت فارق كبير بين العقل وبين الإيمان وفمت فارق كبير بين العقل وبين القلب ولما استمر الجدل الكبير على مستوى الفلسفة والدين في إظهار مشكلات العقل وكيفية القراءة ومسارات القراءة للفكر الديني ظهرت لدينا الفلسفة الوجودية في شقها الإيماني متمثلة بفلاسفة كان أبرزهم كيرك جورد الذي عمل على تحليل الواقع الإيماني الوجودي للإنسان الذي اختص في الجانب القلبي والوجداني للإنسان هذا الجانب الذي من الصعب أن تغطيه مختبرات التحليل العقلي لكن الفلسفة لم تتذكر بهذا الجانب مطلقاً وإنما راعته لأنه يعني يتوافر ويتواجد في مختلف الديانات وفي مختلف الثقافات التجربة الروحية حاضرة بشكل كبير في مختلف الثقافات والأديان السماوية منها والوضعية هذا الجانب كيف أثر في البنية بنية الثقافة المعاصرة بنية الثقافة العربية بشتى مشكلات الحضارة ومنعطفاتها نلاحظ أن للدين تأثير سحري على الوجود الإنساني تأثير فاعل ومستمر على الأقل في الجانب الروحي وهو المساحة المشتركة بين مختلف التصورات والاتجاهات الفكرية كل الديانات تتوفر على تلك المساحة الروحية وتلك الفسحة التأملية التي ينطلق من خلالها الإنسان ينطلق إلى معرفة ذاته ومحاولة تلمس الحقيقة المطلقة التي تتمثل في الخالق والمعبود إذن نحن أمام طريقين أو أمام قراءتين قراءة عقلانية أو قراءة للعقل أو الفكر الديني وقراءة للوجدان الديني الذي غالباً ما يكون عصياً على التحليل لكن الفلسفة المعاصرة والحديثة حاولت أن تضع بعض اللمسات الهامة في تشخيص هذه الظاهرة ظاهرة الوجودية الإيمانية ظاهرة السموم الروحي ظاهرة التجلي العاطفي والوجداني في التجربة الدينية ما هي إنعكاسات هذه الحالة في الواقع اليوم؟ الواقع اليوم بالتأكيد المجتمع العربي والمعرفة في الأوساط العربي هي باتت معرفة عابرة للحدود والقارات وبالتالي فإننا أمام عملية تأثير وتأثر من خلال السوشيال ميديا والإعلام المشكلة التي نعانيها اليوم ربما على المستوى الديني هي مشكلة العزوف عن الدين والإلحاد أمام هذه المشكلة ربما نواجه تحدي في بنية الخطاب الديني كيف نصنع أو نبني خطابا دينيا يستوعب هذه المشكلة يستوعب مشكلة الإلحاد ربما الملحد يعني ينأ بعقله عن أي قناعة دينية لكن ربما طريق القلب يختلف بالتأكيد لذلك نحن أمام تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع متطلبات القلب والوجدان كيف ذلك؟ يكون عندما نجدد في طرح التصور الديني من خلال ونقله من حيز التكليف والسلطة والتسييس إلى حيز الحق فهناك فرق بين أن يكون الدين تكليف وبين أن يكون الدين حق من حقوق الإنسان يروي ضماءه وعطاه الإنتلوجي والوجودي والوجداني كل إنسان بحاجة إلى الدين هذه الحقيقة غائبة ربما الحقيقة أو التصور السائد عكس أن كل إنسان يجب عليه أن يكون متدينا لكننا اليوم أمام حقيقة أن لكل إنسان له الحق أن يكون متدينا وأن يجرب تلك الظاهرة أو تلك الخاصية خصوصيته الروحية والوجدانية بأي نحو من الأنحاء نعم يبقى هذا الانفتاح وهذه النهاية المفتوحة ربما يعني تشكل يعني هاجسة خطر لدى بعض المفكرين الإسلاميين باعتبار أن هناك سوف تكون هناك عملية تميع للفكر الإسلامي والخصوصية الدينية الإسلامية لكن ذلك سوف يكون على حساب ربما من أجل إنقاذ الملحد من ضياعه في متاهات فكرية معينة على الأقل نحن عندما نصدر له خطاب يحتويه عاطفيا ووجدانيا حتى نؤجل الخصوصيات الأخرى الخصوصية الإسلام والنصرانية واليهودية وكل خصوصية من خصوصيات سواء كانت دينية أو مذهبية المشكل الأساس هو كيف ننقل الفرد من الحالة اللا إيمانية إلى الحالة الإيمانية بشكل يتجاوز المتاهات الجدلية التي يطرحها العقل الفلسفي إلى مساحات رطبة عاطفيا ورحبة يعني تجعلنا أمام الانتقال من خيار الأمن الفكري إلى خيار السلام الفكري كان هذا نتيجة البحث الذي تناولت فيه طبعا التأسيسات النظرية لمفهوم الوجودية الإيمانية لدى كيرك جورد ووليام جيمس انتقالا إلى مفكرين معاصرين مثل الدكتور عبدالجبار رفاعي من العراق الذي كتب كتابا هاما حول هذه المسألة وهو تحت عنوان الضمأ الأنطولوجي وكيف عرض تصور هام أن الدين هو حالة وجودية وضمأ وأن الإنسان عطشاً أيديولوجياً مستمر مهما تطور به الزمن هذا الموضوع يعني يضعنا أمام سراتيجية هامة وكبيرة في إعادة صياغة الفهم الفردي والاجتماعي للطرق وكيفيات التدين التي يمكن أن تصبغ طبيعة المجتمع وتعكس تصور آخر لدى الآخر الغربي والآخر العلماني والآخر الإبرالي ربما تعكس تصور آخر عن طبيعة التدين الذي يسلكه الفرد أقول قولي هذا وأستغفر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكراً على حسن الأصغاء شكراً على هذه الورقة القيمة في الفلسفة وننتقل إلى الباحثة التالية وهي ليست موجودة في البرنامج ولكن أضفت إلى هذه الجلسة واسمها رولة أبد الرحمن محمد سعيد الخراز من فلسطين وعنوان البحث درجة ممارسة مدري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم وأسرها في مستوى الإبداع المهاني لمعلمهم لتفضل الباحث تفضلي السلام عليكم أنا الدكتور رولة الخراز من فلسطين أعمل في وزارة التربية والتعليم الفلسطيني بحث اليوم بعنوان درجة ممارسة مديري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم وأثرها في مستوى الإبداع المهني لمعلميهم الإدارة من أهم الأنشطة الموجودة في أي نظام أو تجمع إنساني فهي موجودة في الأسرة والمدرسة والجامعة والمنظمات على اختلاف أنواعها وأن مقدرة هذه المنظمات على تحقيق أهدافها مرتبطة إلى حد كبير بمدى توفر قيادة إدارية مؤهلة قادرة على تنسيق جهود الأفراد وتوجيه ثقاتهم لتحقيق الأهداف والنجاح في الإدارة التربوية يبقى الأمل المنشود لكل المنظمات التربوية على اعتبار أن نجاح الإدارة التربوية هو نجاح للمجتمع برمته فلا مجتمع راقي دون مدرسة ناجحة ولا مدرسة ناجحة دون إدارة تربوية حكيمة وتكمن أهمية الإدارة في توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي لخدمتها مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الطارئة والسريعة التي يشهدها المجتمع البشري في عالمنا المعاصر مشكلة البحث تبلورت مشكلة البحث من خلال إجابة على السؤال الرئيسي ما أثر ممارسة مديري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم في مستوى الإبداع المهني لمعلميهم وتفرع عن هذا السؤال ما درجة ممارسة مديري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم من وجهة نظر المعلمين وما مستوى الإبداع المهني للمعلمين في مدارس المحافظات الشمالية لفلسطين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تكمن أهمية البحث في أن هذه الدراسة استجابة للاتجاهات التربوية الحديثة والتي تنادي بضرورة الاهتمام بالإدارة بالقيم والإبداع المهني على حد سواء في المؤسسات التعليمية بالمحافظات الشمالية لفلسطين للرقي بتلك المؤسسات التعليمية وقد تساهم أيضاً في إكساب القيادات التربوية والمربيون في المؤسسات التعليمية للقيم التي تعزز المعلمين وتنمي قدراتهم والتي تساعد في تغيير الواقع والتخلص من كافة التحديات التي تواجه تلك المؤسسات كذلك قد تفيد هذه الدراسة مديري المدارس في التعرف إلى درجة ممارستها من الإدارة بالقيم إضافة إلى توجيهات القائمين بالمؤسسات التعليمية بالمحافظات الشمالية لفلسطين إلى تفعيل تطبيق الإدارة بالقيم لدى مديري المدارس للحد من المشكلات الإدارية حدود الدراسة الحد الموضوعي اقتصرت الدراسة على درجة ممارسة مديري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم واثرها في المستوى الإبداع المهني للمعلمين والحد البشري عين من معلمي المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين والحد المؤسسي المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لفلسطين والحد الزمني تم تطبيق الدراسة في عام 2022 المنهجية العلمية منهج الدراسة اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصف التحليلي لملاءمته لموضوع وأهداف الدراسة مجتمع الدراسة جميع معلمي المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين العاملين في وزارة التربية والتعليم من كل الجنسين للعام الدراسي 2022 العينة الاستطلاعية تم اختيار عينة عشوائية قوامها 30 من معلمي المدارس من كل الجنسين من خارج العينة الكلية وتم تطبيق الأداء المستخدمة في الدراسة الحالية على العينة الاستطلاعية بهدف التحقق من صلاحية الأداء العينة الكلية تكونت عينة الدراسة من 538 تمثل ما يقارب من 2.7% من حجم مجتمع الدراسة وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية والطبقية غير التناسبية بسبب صعوبة الوصول إلى العينة الدراسة جميعها أداة الدراسة لتحقيق أهداف الدراسة ولجمع المزيد من البيانات والحقائق المتعلقة بموضوع الدراسة قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة الإدارة بالقيم واستبانة للإبداع المهن لتم تطبيقها على عينة الدراسة نتائج الدراسة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول وهي ما درجة ممارسة مديري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم من وجهة نظر المعلمين قامت الباحثة للإجابة عن هذا السؤال بحساب المتوسط الحسابي والإحراف المعياري وأن تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم حصل على وزن نسبي 67.26% أي بدرجة متوسطة وتعز الباحثة هذه النتيجة إلى عدم إدراك مديري المدارس في المحافظات الشمالية لفلسطين للإدارة بالقيم ودورها في تطوير العمل المدرسي وعدم التزام المدراء في المدارس بالالتزام في تطبيق مبادئ الإدارة بالقيم كما يعود إلى قلة اهتمام الإدارة التعليمية بتعزيز منظومة القيم لدى المعلمين وقلة اهتمام المديرين أن القيم تلعب دوراً في رفع مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين نتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو ما مستوى الإبداع المهني للمعلمين في مدارس المحافظات الشمالية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم للإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي للاستجابة عينة الدراسة على الاستبانة الإبداع المهني بأبعادها ودرجتها الكلية وتقدير عينة الدراسة لمستوى الإبداع المهني للمعلمين في مدارس المحافظات الشمالية حيث حصل على وزن نسبي 66.94% أي بدرجة متوسطة وتعز الباحثة هذه النتيجة إلا أن المعلمين لا يرغبون في استخدام وسائل تعليمية إبداعية وقليلاً يوظفون من الأستاليب التدريسية الحديثة ولا يهتمون بتوظيف استراتيجية التعارم النشط لخدمة المادة التعليمية وقليل ما يبذلون جهداً لتنمية كافة جوانب أنمو الطلبة بما يتلائم مع قدراتهم في مرحلتهم أنمائية التوصيات تضمن موضوع الإدارة بالقيام ضمن محاورة التدريب لمديري المدارس في كل من وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية إعادة النظر في مواجهات ومسارات تدريب معلمين كذلك إعادة النظر في نظام الحوافز المعمول في المدارس استحداث هيئة مشتركة من كل من وزارة ووكالة الغوث لتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية لكل من المعلمين ومديري المدارس وفق رؤية وطنية مشتركة تعزيز الإدارة بالقيم لدى مديري المدارس من خلال عقد دورات وورشات عمل ضرورة المحافظة على الدرجة العالية لممارسة الإدارة بالقيم لدى مديري المدارس لما لها من دور في تعزيز الانتماء وبناء مجتمع مدرسي خالي من العلف الكراهية إعداد برامج تدريبية في أثناء الخدمة لتدريب العاملين على مفاهيم الإدارة بالقيم إعطاء موضوع النزاهة والاستقلالية أهمية أكثر من قبل مديري المدارس في ممارستهم الإدارية احترام قيم المجتمع وتنظيم دورات تدريبية لخدمة المجتمع المحلي تحويل الشعارات والقيم المعلنة إلى ممارسات فعلية حيث أن ممارسات وسلوكات المسؤولية تعتبر أحسن دافع للأفراد لتنفيذ ما هو مطلوب منهم وتكثيف المؤتمرات والندوات التي تناقش موضوعات القيم الشخصية والتنظيمية وتشخص أوجه التعارض بينما لما لها من أثر في حل المشكلات وتحقيق التوافق القيمي المطلوب شكراً لحسن استماعكم شكراً للمشاهدة شكراً لدكتورة رولة عبد الرحمن الخراز من دولة فلسطين الشقيقة شكراً للمشاهدة وبنسبة للرئيس هذه الجلسة وذكير بأنه شكسي ستيغان لكروا وهو مدير المعهد الوطني وذكير بأنه شكسي ستيغان لرئيس وذكير فقط ببعض معطيات حول أشخصكم أنتم مدير المعهد الوطني ستيغان لرئيس وهو أكبر منظمة للبحث العلمي بفرنسا وأنتم أستاذ متخصيص في الخطاب الديني الإسلامي بجامعة باريس أغبطكم أستاذ لحديثكم بالعربية بطريقة صافية ولك الكلمة لإدارة النقاش مع المتدخي الأخير شكراً لك شكراً شكراً جزيلاً ولكن هناك هناك خطأ يعني أنا لست مرتبط بسيانغاز أنا في سيانس بو سيانغاز مؤسسة كبيرة في فرنسا والكثير من الباحثين يشتغلون معها ولكن منصبي في سيانس بو التي هي جامعة متخصصة في العلوم الاجتماعية والسياسية في باريس وفي سيانس بو أنا أستاذ علوم سياسية وكذلك مدير كرسي دراسة الأديان في سيانس بو ولكن أشتغل مع السيانغاز ولكن لا أنتمي إلى السيانغاز هذا شيء مهم ولكن ماذا تريدون مني يعني هل لم أفهم ما المقصود يعني هل ننتقل إلى الورقة التالية وما هو المقصود يعني فننتقل إلى إلى الورقة التالية الذي الذي اسمه الباحث لا الدكتور عمر أنجا الأستاذ الدكتور عمر أنجا يعني ليس هذا مكتوب يعني ليس هذا الاسم مكتوب للبرنامج ولكن إذا كان موجود إذن ننتقل إلى الأستاذ الدكتور السلام عليكم فضيل الدكتور أهلاً أهلاً تحياتي فإذن الكلمة لكم الله يرضى أنك فضيل دكتور كلامي ما أسمع دكتور هل تسمعوني دكتور فضيل الدكتور هل كلامي ما أسمع عندكم ولكن نعم أسمعكم نعم الله يبارك به شكراً بسم الله الرحمن الرحمن الحمد للرب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم يحسن إلى يوم الدين وبعد صررت مرة أخرى باللقاء مع حضراتكم والمشاركة في هذا المؤتمر المقر لكن الآن بصفتي كباحث وكنت أتمنى أن أكون معكم لكن شاء القدر أن نلتقي ألكترونياً إذن من هنا جاءت فائدة أخرى للتعليم الألكتروني لو لا التعليم الألكتروني لما استطعنا أن نشارك في المحافل العلمية عن بعد بحثنا تحت عنوان أثر النزاع في المجتمع من مضور تاريخين دينيين فلسفين اجتماعين تناولنا هذا الموضوع من عدة النواحي التاريخية والدينية والفلسفية والاستماعية لذلك أحاول أن ألخص الموضوع واركز عن بعض النقاط الرئيسية لكي أستطيع أن وصل إلى حضراتكم باعتبار أن موضوع النزاع من المواضيع الشائكة في المجتمعات مختلفة ومتنوعة باعتبار باعتبار نسلط الضوء على هذا الموضوع لما تشهده المجتمعات من القتل والسبي والتهجير وإلحاق الضرري المتنوع لبني جنس الإنسان لكن مع ذلك نجد أن الإنسان يحتفظ بصفته المدنية رغم الاختلاف في العقول والطبايع لذلك نجد أن البيانة لتلك الأخطاء التي تتكرر أبرى التاريخ إلى وقتنا حاضر حتى نتمكن من الاستفادة منها كدروس وعبر لضوان مستمع آمن في الوقت الحاضر والبناء مستقبل خال من النزاع كما حدث من هذه المشاكل في بلدنا الأراق بعد عام 2003 من النزاعات الداخلية بأشكال مهمة التأثير السلبي في المستمع منها أحد من القوميات والوغوية والأديان وكذلك المذاهب إما كان ضرر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وكان سببا لضعف الدولة وقوانينها وإدارتها وخلفت فجوة بين أفراد المجتمع والسلطة إلى التدبر لبعض النصوص الدينية باعتبارها قواعد عامة صالحة للعمل بها والرجوع إليها في كل زمان ومكان لتنظيم المستمع وكيفية إدارة وقيادة الأمة وهذه النصوص التي تشير إلى ذنب النزاع المودي إلى الفشل والندم والجبن والضعف وتفرق الكلمة واختلاف القلوب والذهاب القوة وانتقاص من هيبة الدولة كل ذلك تعد من المقومات وتعد منهجية استراتيجية لبناء الأمة والدولة ويتطلب من ضيب العقول قيادة الأمة التي تعد التي تعي لتلك المقومات أهمية كما أن النزاع يؤدي ويعد وسيلة لهدمها ومنتهكا للمصالح الضرورية التي إذا ما تخلفت واحدة منها في أي مجتمع لدت إلى فوضى والفساد لذلك أيضا أرضنا الأسباب المؤدية إلى النزاع على رأي بعض الفلاسفة من الإهمال والتمييز والاحتياجات الأساسية للأفراد وكذلك النمو السكان المتطرف وفي بعض الأحيان أطش السلطات للقوة الأكثر أسكرية أو الاقتصادية وكذلك على بعض الآخر إهمال المجتمع أو السهل حول سياساتهم اليومية وحياتهم الاجتماعية كلها تكمن في المصالح التي تحتاج إليها الإنسان لتلبيتها فيتم بحثها ووضع معالجات لها وفق منهجية علمية لذلك كانت هناك ظاهرة للبحث نجد أن المجتمعات تشهدوا من نزاعات مستمرة ونلاحظها من تأثيرات السلبية إلى يومنا هذا تركت من آثار من الحفد والكره والبغضاء والاختلاف والشقاق والنفاق والأداوة المضي إلى إلحاق الضرر بالآخرين وفي بعض الأحيان وصلت إلى جرائم القتل وإباحة الأعراض والأموال وكذلك انتهكت فيها الأديان وهذه ظاهرة تم ملاحظتها في بلدنا بعد أحداث عام 2003 نتيجة سيطرة بعض الأناصر المتطرفة على بعض المحافظات العراقية وولدت أنها مثل هذه آثار السلبية كان لدينا إشكالية للي البحث هل فعلا أن ذوي العقول السليمة تقع على عاتقها إيجاد العلول لإنهاء النزاع في المجتمعات وفي البيئات هل أن النزاع فعلا يفقد هيبة السلطة والإدارة المحلية والحكومة أمام أفرادها والحكومات الأخرى وتنعك السلبا على أفراد المستمع ويخلق تطرفا في التصرفات هل أن النزاع يعد من الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق غايات مشروعة أم تؤدي إلى تحقيق غايات مشروعة وكيف ذلك هل بالإمكان الاستفادة من الماضي وما اللاحقة بها الأمم والمستمعات نتيجة النزاع فيما بينهم لعدم التكرار فيها الحاضر ومنعها فيها المستقبل وكيفية وضع خطط استراتيجية لها كذلك في الرأي ما هي الأسباب المؤدية إلى النزاع وكيف تتم معالجته وهل المعالجة تكون صالحة لمجتمعات مختلفة أم لكل نزاع معالجة خاصة من الجهة المؤثرة في خلق النزاع وإنهاء النزاع وهل أن المسبب هو القادر على إنهائه أم يتطلب تدخل جهات أخرى مؤثرة في ذلك هل أن الوازع الديني له الأثر الإيجابي في سلبية النزاع والحذر منه وما تخلفه من نتائج السلبية لذلك هل الحلول والمعالجات في إنهاء النزاع من مجتمع ما تصلح لمجتمعات أخرى حقيقة حاولنا بحث هذه المواضيع تحدثنا عن النزاع أبرى التاريخ باعتباره ليس بأمر الجديد نشهد وتشهد التاريخ بأن النزاع كان مستمرا إلى يومنا لهذا تم تطرق إلى جوانب كثيرة في هذا الجانب كذلك أخذنا الجوانب الدينية حقيقة وأخذنا آية قرآنية وحللنا بعض من مفرداتها لكي نأخذ منها قاعدة أصولية لذلك نجد أن النزاع هو مذموم في الشريعة الإسلامية وكذلك يأتي بمعنى التحريم كما يؤكد الله وعطيع الله والرسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين كذلك نجد أن تذهب ريحكم أي تتفرق كلمتكم وتختلف قلوبكم ونصرتكم وزراءتكم وجدتكم وقوتكم ودولتكم نجد أن التفاسير كثيرا بمعنى الدقيق لهذه الألقاظ كيف التذم وكيف تؤثر على أفراد المجتمع وأن اللبضة جاء بمعنى النهي والنهي يكون مبني التحريم فاستمتنا أحكام أخرى كثيرا من الآية الكريمة نسل لبعض منها إن الاختلاف في الرأي والتوجيه والقرار والاستراتيجي من الأسباب الرئيسية للفشل في النجاح في الأمور كلها مفهول منخالف للنص يعطي لنا يجب مشاركة أطراف المعارضة في الرأي والقرار والمشاورة لغرض الاتفاق وإنهاء الخلاف المؤدي إلى النزاع كذلك بيان أن النزاع والخلاف مؤديان إلى الفشل والفوضى وإلحاق الضرر وعدم استقرار المجتمع منها إن النزاع والخلاف مؤديان إلى طعف الدولة ونيارها في الآية يشاري إلى إن النزاع مؤدي إلى فصل أفراد المستمع عن الدولة وسياستها وبالتالي تكون وسيلة سهلة للقضايا عليها وتشكيل قوة معارضة من أفراد المستمع للحط بإدارة الدولة كذلك في الآية صحيح أن الغبرة بعموم اللغ لا بخصوص السبب أن النزاع والخلاف بين أصحاب النبي صلى الله وآله في معركة أحد أدت إلى الفشل والهزيمة في المعركة لكن لا بخصوص السبب فذلك استفدنا من ذلك كذلك أخذنا ببعض آراء الفلاسفة في هذا المظور نجد أن النظرية وليام زارتمان يؤكد على أن من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى النزاع هو شعور البعض بالإهمال والتمييز فيكون الإهمال والتمييز هما سبب في النزاع والشقاق على هذا الأساس وضعنا معالجة لذلك يجب يشراك الجميع في الرأي والمشورة لإحساس من المسؤول والانتماء وإنهاء النزاع الدائر بينهم وبين الأفراد والسلطات لذلك حسب نظرية جون بورتن يرى أن من أسباب المؤدية إلى النزاع هو احتياجات الناس باعتبار أن كل فرد لديه احتياجات وهذه الاحتياجات لا بد أن تلبى متى حصل النقص في هذه الاحتياجات تبدأ عملية الخلاف والنزاع فلمعالجة هذه المشكلة هي التلبية المتطلبات لأفراد المجتمع سألن كانت مادية أم معنوية لتخلص من النزاع والشقاق بين السلطة والمستمع حسب نظرية وولنستن يرى بأنه من أسباب النزاع هو شحة الموارد الاقتصادية وعدم تغطية الإمكانيات البشرية مما يخلق فجوة وصراء ففي هذه الحالة يجب السعي لتعظيم الموارد الاقتصادية بالاعتماد على ذوي الخبرة والاقتصاص في إدارة الموارد الاقتصادية لتمكن من تغطية الإمكانيات البشرية من الذين نظرية مارثوس حيث يرى أيضا أن نمو السكان من أسباب المؤدية إلى النزاع فيجب القضاء على تلك الزيادة المتطرفة في وفق هذه النظرية لكن بناء على ذلك نحن أيضا لجأنا إلى النظرية وهي نظرية المصلحة أرى بأن نظرية المصلحة أن هناك مصالح يجب أن تلبها متى حصل النقص بهذه المصالح تؤدي إلى النزاع والشقاء كذلك يرى رايت ميلز أن هناك أطس السلطات لقوة الأكثر وهناك إهمال المجتمع كل ذلك يؤدي إلى النزاع على أثر ذلك وصلنا إلى قابل مفكورة نايا البحث وقت وأكتفي بهذا القدر وبارك الله وفيكم أنا ملتزم من الوقت وأعرف أن الوقت المسموح به عشر دقائق نتمنى موفقية للجميع والنتائج كلها مذكورة في البحث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما هو خير للعباد والبلاد ووارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أشكر أشكر الأستاذ الدكتور عمر أنجى على هذه الورقة القيمة و لقلة الوقت ننتقل مباشرة إلى الباحث التالي وهذه ورقة اسمها أسر النزاع الأمن الفكري في مواجهات التهديات التأسب نموذجا والباحث صلاح عربي عباس ودلشاد عمر عبد العزيز لا أفهم يعني من في البرنامج هناك اسمين ف يعني مؤلف ورقة الأمن الفكري في مواجهة التحديات لك الكلمة اشتركوا في القناة شكراً لكم لا يفكر فيما أكله ولا يفكر فيما أقوله بمعنى أن كثيراً الإنسان لا يفكر في نوع الأكل الذي يأكله خوفاً على جسمه لكنه لا يفكر فيما يدخل عقله من أفكار واليوم منطقتنا العربية للأسف تشهد الكثير من الأفكار العنصرية والطائفية وغيرها في كثير من مولداننا التي دمرت المجتمعات بشكل كبير جداً لذلك نحن بحاجة ماسة للوقوف عند هذه القضية وحماية العقول لا سمع عقول الشباب من الأفكار الخطرة جداً التي دمرت مجتمعاتنا لا سمع في بلد العراق حقيقةً الأمن الفكري موضوع في غاية الأهمية والأمن والأمان هي شعور بالإطمئنان ورسالة السلام فكيف نعمل على شعور بلداننا بهذا الأمن والسلام لا سيما اليوم العراق واللبنان والسورية واليمن وكثير من هذه البلدان حقيقةً تغلي وربما في أي لحظة من اللحظات يحدث انفجار هنا وهناك ودفعنا دماء كثيرة والسبب الرئيس دائماً ما هو هناك خلل في المنظومة الأمن الفكري والتطرف الموجود عند هذا الإنساني أو ذاكي الأمن الفكري معناها حماية وسلامة العقل من الأفكار الخاطئة وهذه الأفكار بمختلفة سياسية والدينية والاجتماعية والعقلية وغيرها من هذه المسميات لكن أصعب ما يواجه الأمن الفكري هو التعصب التعصب هو الدمار الحقيقي للمجتمعات للأسف التعصب هو عندما يتعصب الإنسان ربما هو يشعر بشعور الكراهية والعدوان تجاه فرد أو جماعة لمفاهيم خاطئة وهذا التعصب قد ولد عبر التاريخ حتى في أوروبا نفسها اليوم التعصب أخذ حيث كبير جداً من تاريخ أوروبا حتى وصلت ما وصلت إليه اليوم للتعصب أشكال مختلفة منها التعصب العنصري وللأسف رغم كل المفاهيم الموجودة والحداثة اليوم لا زالها بالتعصب موجود في بلداننا لكن أخطرها هو التعصب الديني بصراحة التعصب الديني والمذهبي هو الذي أدى ببلداننا العربية أن تدفع دماء كبير جداً وكان آخرها تنظيم داعش الإرهابي الذي فعل ما فعل ببلداننا ودفعنا خطر كبير جداً بصراحة بسبب داعش سبيت الناس قتلت الناس أكثر من خمسة آلاف ستة آلاف إمرأة يزيد سبيت لأفكار خاطئ الناس يعتقدون أنهم على حق والآخرين على باب للأسف ولا زال إلى اليوم هذا الموضوع موضوع شائق جداً في بلداننا إلى اليوم أصبح هناك متغير كبير جداً في المجتمعات إلى اليوم في مجتمع أصبحت المفاهيم متغيرة اليوم نجد أن هناك إشكال كبيرة جداً حتى في الزواج بغابيل أبناء المذاهب أنفسهم لأن التعصب قد تغلغل في النسيج الاجتماعي لذلك لا بد أن نكون صريحين وجديرين بالقول أن هناك مشكلة حقيقية لا نكتبه فقط أن الأمور الوردية ونحن أخواء هذا كلام حقيقة ربما يكون رومانس أكثر ما هو وعا وعا أنا أأتيكم من بلد اليوم حتى طلبتنا طالبة لا سبب القومية أو المثب لا يستضح ذلك هذا هو الواقع وهذا هو سبب درجة الأساس التعصب الديني لأن الأفكار الدينية وما تركنا من أرته تقيلة عندما احتل داعش هذا هو أطفال مخيمة كبير جداً سبب التعصب القومي في العراق شعرت بضرور كبير جداً عبر التاريخ ولا يمكن إكران داري بحقيقة لكن اليوم ما يتم التعاون به على المستوى أيضاً يعمل على تمزيق المجتمع هناك خلال كل نسيج الإجتماع في المجتمع للأساس كذلك هناك تعصب الطبقة اليوم هناك طبقية واضحة جداً هناك أناس أثرياء وأناس تحت حط الصفر وهذا في كثير من هذه البلدان فبغياب الدولة وقوة الدولة قد صعد من فهم القبيل وأصبح الزعيمة بسطر الكبرة جداً متى ما تكون مجتمعات مدنية وسيطر الشيطر القبيلة لا زاعة مدنية هذه إشكالية لا بل اليوم في بعض العشارة تمتلك من السلح ما لم تتلك الدولة وهذه مشكلة كمير جداً أيضاً أنواع التعصب عندنا أيضاً التعصب الرياضي وهذه أيضاً مشكلة حقيقة مشكلة يعني وأصبحت منها قبل فترة قطيعة ما بين مصر والجزار بسبب الطوبة يعني وإلى اليوم الشبابي تنازعون بينهم بسبب ريال مدريد وبرشلير وكره وحقيقة كره بإشكالية بسبب التعصب الرياضي هذه هي أنواع من أنواع التعصب التي فيها إشكالية التعصب الفني أيضاً ونالك أيضاً في هذا المجال هناك تعصب محمود هناك تعصب إيجابي الذي يدفع الإنسان للعمل المنافسة لكن هناك مشكلة في هذا التعصب الذي يدمر المجتمعات حقيقة لا أريد أنه كثيراً في موقف الإسلام لكنا نعرف موقف الإسلام من التعصب والتعصب والنمج المصر على الصلاة والسلام وما أرسلت إلا رحمة للعالم لم يجئ لي قوم معينة ولا ناصل معينة إنما جاء رحمة للعالمين مطلقة لكل الناس على الصلاة والسلام وكذلك الأم الكرام والكلفاء الراشدين أيضاً فهذا جاء طيب ما هو العلاج للتعصب؟ ماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ دائماً ما نحن نشخص المشاكل لكن نترك الأمور هكذا حقيقة طبعاً الدوافع للتعصب كثيرة جداً من ضمنها الأسرية المجتمعية ولا أريد أن أستهلك الوقت في هذا الكلام لكن أركز على قضية التوصيات من أهم التوصيات التي أجدها وأترك الباقي الزميلي أيضاً أجد أنه مسألة المناهج الدراسي في تدريسي لتاريخ فرنسا نابليون بونابرت في فرنسا نفسه بعد ثورة فرنسية عشر سنوات فرنسا عاشت في مأساة كبيرة جداً حتى في شر يقول ملأت شوارع باريس بالدماء فعندما جاء نابلون ماذا نفعل يا نابلون نابلون فكروا طريقة ذكية جيدة قال المناهج توني بالمناهج تجعل من الناس يعشقونه فرنسا فعمل مناهج تجعل الطفل يحفر القضية الثانية قال لا أؤسس المدرسة الحليا لتدريس الأساتفة أنا شي أزوي بالطالب درسه وذلك المدرسة العقلة مريض ما سويت شيء وتعرفون بعد سبع سنوات اختار محقارة الأوروبية واحد بالناس لي نابلون هناك لكن احنا للأسف ما درسونا هذا الشيء أنا كنا طفل صغير أدرس أدرس كثير من القضايا اللي فيها التحرير والقومة العربية لكن أنا في بلدي ايضاً هناك قومية كردية وتركمانية بس ما درسونا صرفنا مليون دولار على فرقة السنفونية العراقية في ظل النظام السابق حتى يدرسونا أو يعزفون معزفات بتهوف أوكي حلو بتهوف بس ما علموني معزف كردية ولا علموني معزف تركمانية ولا مسيح اللي هو أبناء بلدي اللي هو معايا أصلاً هذا أولى ما بتهوف المحق اللي ما تلبسناك من هذا أبل بلدي هو أولى ما تعلم لغتها تعلم ثقافته حتى نعيش هذا التقارب والتعايش اللي محتاجين إلى الأعلى أما بقى التوصيات ويقراها لكم زميلي في البداية شكراً زينا ونشرف نشرفنا أنا وزميلي دكتور صلاح أن نشارك في مؤتمركم المحقر وحقية زميلي دكتور صلاح وهو يتقدم وقدماً بعلميتي وأكاديميتي عني فلهذا سمحنا له أن يرقي البحث وهو كفه وفه ولم يرقى لي شيئاً حقاً حقاً لإضيفه لكن هناك فقط بعض المقاط التوصيات في هذه البحث نراها ضرورية جداً وهي نعتبر بأن هذه البحث هي من البحث التطبيقية التي لابد أن تكون إن كانت بحثنا الآن البحث في دراسات الإنسان لابد أن تتحدى حزوة البحث العلمية أيضاً وتطبق عملياً على الواقع وهذا ما نعمل أنا وزميلي دكتور صلاح حتى في مجالنا الأكاديمي نذهب مرة أخرى في مجال المنظمات المجتمع المدني ونطبق هذه الأفكار والوفاهم السليمة لإنقاذ المجتمع من هذا الآفة ومن هذه المرض الذي يصيب المجتمعنا ومجتمعات ونحن نرى باعتبار أن نحن من البيئة العراقية نرى بأن هذه المرض هي متشرة بالصورة واسعة في العراق فنعمل في المنظمات مع الشباب ومع فئات الأخرى في المجتمع من أجل تطبيق هذه الأفكار ولنعمل من أجل تصحيح أو تصحيح مسار هذه المجتمع ونبث هذه الأفكار الموجودة فما تكلم عنه زميلي من المناهج دراسية فهو مهم جدا بالإضافة إلى أن الدور الرقابة والمحاسبة ووسائل الإعلام منها القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي الآن التي فرض علينا أن أصبح بديلا لقنوات الفضائية وقنوات الإعلامية الأخرى هي مهمة جدا ساعد بعض الأكاديميين ورجال الدين والسياسة وغيرها في ترويج نشر أفكار الغير سليمة منها المنحرفة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأفكار المتعصبة التي تغرس الأعداء والحق بين طوائل وأفراد المجتمع ثم تؤدي إلى غياب الأمن الفكري في المجتمع إن كان في المجتمع فردا أو دولة أيضا وتصليف الضوء على الشخصيات المعتدل يكون تأثيرها أكبر في المجتمع وهذا نعمل حقيقة الآن مع مشروع بيسم مشروع جسر والتي تأمل على التصالح والبناء السلام والتعديل من بين الأديان الموجودة المنتشرة والطوائف المنتشرة في العراق العمل على نشر ثقافة التسامح والعفو والتركيز على موقف الأديان والأنبياء من هذه الثقافة ودعم البحوظ والدراسات التي تهتم بقضايا الأمن الفكري والاستفادة منها بشكل عملي وهذا ما قام بها كلية آداب التي تكلم قبلنا عميدها دكتور عمر نجمدين إنجا فقد تم تقديم دراسة من أجل هذا وهو تحديث مركز لحرية الأديان من قبل وزارة التعليم العالم والتي سوف يفتح قريبا في جامعة كاركوك وليد الآدام بالأخص العمل على تعريف بالإرهاب وأثارت الآثار الخطير على المجتمع من خلال استعراف الأفكار التي يؤمن بها الإرهابيون وبيان الموقف الشرعي منها وكذلك نشر تقارير وتحقيقات أنضحاء الأرهاب وكشف مصادر التميير وعمليات الإرهابية التي حصلت سابقا أو قد تحصل في المستقبل نكتفي بهذه القدر من التوصيات وشكرا جزيلا لتاحة الفرصة لنا لتقديم بحثنا وندعو الله سبحانه جل أن يوفق الجميع في هذه المحفل الدولية طبعاً الآن الدكتور صباح زوجته كلية فهو متزوج من الكرد نعم نحن نحن الصفة الموجودة في مدينة كاركوك قد شاطرونة سهلان مع أيضاً من كاركوك بأن أهل تركيز أهل تركيز يقال لهم بأنهم أربعة موجات أو ثلاثة موجات كنار الراديو والتركيز يمعون اللغة العربية والكردية والتركمانية شكراً فنشكر الباحثين والباحثات الأوراق المهمة التي ترحت في هذه الجلسة وننهي الجلسة إذن أظن أن لا توجد أوراق إضافية فسننهي هذه الجلسة وتأخرنا نصف الساعة على جدول المؤتمر ولننتقل إلى الجلسة الثانية الآن فالكلمة للأستاذ حسن للانتقال إلى الجلسة الثانية نعم شكراً جزيلاً الدكتور والأستاذ ستيفان لكروا على إدارته وحسن إدارته هذه الجلسة الأولى نظراً للتأخر الذي حدث في بداية المؤتمر لا بد أن نتوقف اللحظة قبل مواصلة واستئناف وقائع جلسات المؤتمر نتوقف لمدة ساعة إن شاء الله ثم نعود بعدها مباشرة شكراً شكراً العفو إذن أيها المتابعون الكرام تواصل ستتواصل وقائع هذا المؤتمر وجلساته وافتتاحياته وكلماته المتعلقة بالمؤسسات الجامعية والمؤسسات البحثية بعد ساعة من الآن إن شاء الله إلى ذلك الحين نتمنى لكم كل الصلاح والتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً 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 شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه ومن وعلاهم إلى يوم الدين سعداء أيها المتابعون الكرام باستئنا في وقائع المؤتمر العلمي الدولي الموسوم ببنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية هذا المؤتمر الذي تحتضنه محافظة بوردو بفرنسا برعاية المعهد الفرنسي بالدراسات والبحوث العربية والإسلامية ولمن فاته وقائع بداية هذا المؤتمر في حصته الصباحية نذكر أنه كانت كلمات افتتاحية خاصة بالهيئة العليا للمؤتمر وكلمات السادة رؤساء الجامعات والمؤسسات البحثية ثم الجلسة الأولى التي أدارها باقتدار الأستاذ ستيفان لاكروا نواصل اللحظة وقائع هذا المؤتمر الدولي العلمي بكلمات رؤساء الجامعات والمؤسسات البحثية وأعطي الكلمة للدكتور حازم دنون إذا كان حاضرا وإن لم يكن فأعطي الكلمة للدكتور فاضل أحمد حسين فليتفضل مشكورا تفضل الدكتور فاضل إليك الكلمة الدكتور فاضل دكتور فاضل في انتظار ذلك أعطي الكلمة الدكتور آسو فليتفضل إذا كان جاهزا مرحبا دكتور أهلا وسلم إليك الكلمة مشكورا في البدء والخفاء شكرا جزيلا ومبارك الله فيك عفوا والله رب العالمين والصلاة والسلام لخاتم الأنفيا والقليل وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فضيلة أستاذ الدكتور طارق رئيس المحترم فضيلة أستاذ الدكتور جوال هاشمي مدير عام المؤتمر المحترم فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد السندي المحترم فضيلة الدكتور أسعد شريف الإمار المحترم أستاذ العلماء وظيف الأكارم كل بإسمه ولقبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أولا أن أستهل كلمتي للإعراب عن شكري وامتناني للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المحفل العلمي الموقر الذي يصل على موضوعات غاية في الأهمية يسعدنا ويشرفنا كجمعية علمية أن نشترك في هذا المحفل العلمي المبارك الذي يضم نخبة طيبة من العلماء في عالمنا العربي وفي تخصصات علمية متنوعة ينعقد مؤتمرنا هذا المؤتمر العلمي الأول الموسوم بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية في ظل الظروف الراهنة والذي لا يخف على خضراتكم حجم الأزمات والظروف والتغييرات الحاصلة على مستوى مجتمعاتنا ومزاننا وما مرت به من كوارث وأزمات ومحن طاهرة خلفت العديد من الآثار السلبية وتخلخل في القيم والذي يتطلب الوقوف عندها والسعي لدراستها والعمل الجاد على إيجاد الحلول الناجعة لها بما يحقق أهداف التنمية المتوخات لمجتمعاتنا التي تسعى لتحقيقها الجمعية العراقية للإرشاد النفسي والتوجيه التربوي هي إحدى الجمعيات العلمية التي تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق والتي تأسست عام 2006 ومنذ تأسيسها سعت نحو تطوير العمل والخدمات الإرشادية المقدمة في المؤسسات التربوية والتعليمية وبما يحقق التوافق النفسي والاجتماعي للطلبة وفي مراحل الدراسية كافة كما وأنها صبت اهتمامها وجهودها لدراسة الظواهر السلبية التي تظهر في المجتمع ووضع الضرامج الإرشادية التي تسهم في معالجة والحد من مقاطر هذه الظواهر وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع على حد سواء فضلا عن السعي نحو تنمية قدرات وامكانات الأفراد بشكل عام والشباب بشكل خاص لبناء شخصياتهم بصورة سليمة وقدرتهم على مواجهة المواقف والظروف التي تواجهون إنما تحتاج إليهم متنا ومجتمعاتنا الكثير فهي بحاجة للنمو والنهوض والعمل بجدية وبشكل دؤو فنحن بحاجة إلى تعاون مؤسساتنا وإلى ترجمة العلم والفكر ليتواكب مع واقعنا وتطلعنا نحو المستقبل ختاما نشكر كل الجهود التي تضافرت من أجل إعداد والانطلاق بالمؤتمر الذي نأمل أن يخرج بتوصيات فعالة وعملية وقابلة للتنفيذ وأن يتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ختاما شكرا جزيلا لتاحة الفرصة لنا للحديث وبرك الله فيكم ونأمل أن يحقق المؤتمر النجاح والتوفيق والسداد للجميع شكرا جزيلا شكر الله لك دكتور سوء صالح كانت كلمتك عن الجمعية العراقية للإرشاد النفسي والتوجيه التربوي بالعراق متمنياتك ورجعك إن شاء الله نرجوه أن يتحقق لهذا المؤتمر كما تحقق لمؤتمرات الإصباح السابقة وكما سيتحقق إن شاء الله للمؤتمرين القادمين حول العلمانية وحول وضع المرأة العربية المسلمة في قادم الأيام إن شاء الله أذكر بهوية المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية وأطرح بعض رؤاه وأهدافه وبرامجه المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية مؤسسة بحثية مقرها في مدينة بوردو بفرنسا حصل المعهد على الشخصية القانونية بتاريخ فاتح دجنبر 22 2000 وعلى الله وبذلك اكتسب الشخصية الاعتبارية ونشر في الصحيفة الرسمية وهو معهد بحثي فكري منهجي منفتح على جميع المجالات العلمية والإنسانية وأستسمحكم أيها المتابعون الكرام أن أفسح المجال للدكتور فاضل أحمد حسين خلف فليتفضل مشكورا دكتور فاضل دكتور فاضل فاضل حسين مرحبا بك لتلقي كلمة باسم اللجمة المية العامة مرحبا سفضل بزانة فضلكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذا المؤتمر وأصصوا منهم بالذكر الدكتور طارق والدكتور جمال وجميع من يعمل معهم وعمل على إنجاح هذا المؤتمر ويناركم رئيس الجلسة كل الشكر والتقدير وسعيدين بهذا اللقاء حقيقة اللجنة العلمية أبدت جهدا رائعا في جمع مجموعة من الباحثين من دول عدة منها دول عربية وعجنبية كذلك جمع عدة بحوث وهذه العنوانات تبلورت وخرجت في هذا المؤتمر المؤتمر الجميل إن موضوع بنية المجتمعات بين نظرية المعرفة وإشكالية التنمية يشكل مجالا شيقا لمناقشة التفاصيل وتركيب المجتمعات والعوامل التي تؤثر في تطورها وتقدمها من منظور نظرية المعرفة ومشاكل التنمية هذه الموضوعات تحظى كبيرة 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 والعصفادية ونموها وكذلك فيها محتوى غني حامل حول هذا الموضوع وتضمن الموضوع على السياقات واقعية وكذلك ينبغي المشاركين على مناقشة وتبادل الآراء والخبرات لتعزيز الفهم المشترك واستكشاف حلول المشترك مبتكرا للتحديات التي تواجه في بنية المجتمعات والتنمية وكذلك من يعني الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر والقائمين عليه دعوا خبراء وأساديميين متخصصين في مجالات ذات صلة لتقديم هذه المحارات وهذه البحوث وهذه أوراق العمل لتتعمق في مفاهيم المعرفة وتحديات التنمية وتأثيرها على بنية المجتمعات وكذلك يعني سيتضمن ذلك أسئلة وأجوبة لمنح الحضور فرصة لطرح أسئلتهم والحصول على إجابات وافية كذلك يمكن دعوة ممثلين عن المجتمعات المحلي وكذلك المنظمات كذلك المؤسسات الحكومية الجهة الغير الحكومية المعنية بالتنمية لمشاركة تجاربهم ورؤيتهم حول كيفية تحسين بنية المجتمعات والتغلب على التحديات التنموية وفي النهاية يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وتعزيز الوعي بأهمية بنية المجتمعات وتحديات التنمية وكذلك يجب أن يكون التركيز على البحث عن حلول شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق تقدم المجتمعات ورقاهيتها هذا باستصار بما يتعلق باللجنة العلمية وأنا كنت ممثلا عنهم نشكر الدكتور جمال وكذلك الدكتور طارق وجنابكم السيد رئيس الجلسة ونتمنى للباحثين الذين وصلوا إقامة طيبة والذين هم عبر المنصات إن شاء الله التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكر الله لك الدكتور فاضل حسين كلمتك المعبرة وهي كانت باسم اللجنة العلمية العامة إن المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية يراعي ميثاق ومبادئ وتشريعات الأمم المتحدة المتعلقة بالحريات والحقوق العامة للأفراد والجماعات في كل أنحاء العالم كما ينطلق من واقع بيئته وقوانينه الفرنسية والخصوصيات الحضارية والفكرية والثقافية ويهدف المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية إلى خلق مقاربة علمية عملية بين العالمين الأوروبي والعربي الإسلامي كما يتضمن عددا من المقاربات السياسية والفكرية والثقافية والتنموية والجغرافية والمجتمعية والأكاديمية التي يقدمها برؤية منهجية موضوعية واعية بالتنوع والاختلاف ومتجردة من التحييزات الإيديولوجية والعقدية والجهوية كما يركز المعهد على القوى المؤثرة اقتصاديا وفكريا وسياسيا وأكاديميا والتي يعول عليها في إحداث التغيير في العالم الإسلامي وتنمية مساحات الوعي المجتمعي ويسعى المعهد كذلك إلى تشريح جغرافية العالم الإسلامي تشريحا منهجيا وعيا بما يمكن من فهم المتغيرات ومسبباتها وتوجهاتها وتقديم المعرفة الشاملة بالتحديات والمعوقات التي تمنع التغيير على مستوى الفرد والمعتقد والفكر والرأي والمجتمع وغيرها ويقدم دراسات وتقارير ومشاريع علمية وعملية للشخصيات السياسية لضمان ترشيد القرارات وفهم التحديات والمعوقات ونلتمس اللحظة من سعادة الأستاذ الدكتور عباس فاضل أدليمي أن يتدخل نفسح له المجال ليلقي كلمة بصفته رئيس لمحور دراسات السياسية والقانونية فليتفضل مشكورا لك الكلمة الدكتور عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسن بسم الله الرحمن الرحيم وحي زملائي وأخوتي المشاركين في هذا المؤتمر الكريم ويطيب لي أن أعرج على التحضيرات الكبيرة التي جرت في هذا المؤتمر ليظهر المؤتمر بصورة مهنية وعلمية واستراتيجية قادرة على تحقيق عنوان المؤتمر والذي تم اختياره بعد نقاشات مطولة وعلمية ومهنية واستراتيجية من أجل تحقيق عنوان المؤتمر والذي حقيقة استوعب عدة محاور متباينة الاتجاهات في هدف واحد إذ بلغت في نهاية المطاف 11 محورا وبدأ بعدها تشكيل لجان المؤتمر وكان نصيبي منها رئاسة لجنة المحور الأول علم السياسة وإشكالية حقوق الإنسان وتواردت البحوث إلى لجنة المحور وبلغ عددها ثمانية وبعد رحلة التقييمات التي قام بها أكاديميون متخصصون وأسفرت عن رفض بحث واحد وقبول البحوث الباقية مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة لبعض منها رتبت المسؤولية العلمية والأخلاقية تجاه المؤتمر في أهمية المشاركة من قبلي ببحث عنوانه مفهوم أدمجة السلطين الدينية والمدنية في نموذج الدولة الحديثة دراسة أكاديمية في الزمن المعرفي إن العمل الدؤوب والمخلص من القائمين على المؤتمر وفي مقدمتهم الأخ الزميل الدكتور جمال الهاشمي والذي خبرته منظرا استراتيجيا في مجال معالجة إشكاليات البنية المجتمعية العربية والإسلامية عن طريق التصحيح والتوافق مع المحافظة على المنظومة القيامية العربية الإسلامية جعلت جعلني متفائلا على الدوام في قدرتنا على تحقيق النجاح في وضع الخطوة الأولى في الإصلاح البنيوي المرتبر لمفهوم التنمية بعدها التحدي الأكبر لمجتمعات العالم كافة في القرن الحادي والعشرين وعلى وجه الخصوص بعد جائحة كورونا آنينا في السابق كثيرا في حجد الجهود الأكاديمية باتجاه العمل الإبداعي المنطلق من رؤية ورسالة وأهداف متسقة وبسبب التشتت الفكري في زاوية النظر إلى مشاكل البنوية المجتمعية العربية والإسلامية فكيف إذا أضفنا إليها النظريات المعرفية مع الإشكالات التنموية إنه التحدي الأكبر لنا كأكاديميين تجمعنا صفتاء الإسلام والعروبة في أن نواجه مشكلتنا الأساس وهي أن نظرياتنا المعرفية أن نظرياتنا المعرفية التي عملنا ونعمل من خلالها لم تعد قادرة على العيش في وسط ليس وسطها في عملية اختراب معرفي حد الشلل مع امتلاكنا كل أسباب الفيوض العقائدية والمادية في صناعة وإنتاج نظرية معرفية قادرة على استيعاب مشاكلنا التنموية بدءا من لغتنا العربية وانتهاء بحقوق الإنسان والذي يوصف فيه قرننا الحالي بأنه قرن حقوق الإنسان حولت كثيرا في كل دراساتي أن أنطلق من نقطة في كيفية أن نتعامل من منظورين متضادين مع مشاكلنا في مجتمعاتنا ولكن عبر نظرية معرفية قادرة على استيقاب التناقض الحاد والتضاد العقائد الموجود بين المجتمعات العربية والإسلامية إلى الحد الذي يجعلنا نركز على أن نبدأ في بناء خصوصيتنا ثم بعد ذلك ننطلق إلى العالم من أجل بناء نظرية قادرة على العيش بشكل متسق وليس مستنسخ مع التجارب العالمية وعلى وجه الخصوص التجربة الأوروبية التي أشعر أننا من الممكن أن نحقق فيها هدفنا الأسمى في إيجاد تكتل أكاديمي عربي قادر على استيعاب متطلبات العصر وتحقيق بنية اجتماعية بلباس تنموي شامل قادر على أن يحول ثرواتنا الكبيرة جدا إلى اتجاه الصحيح وليس إلى اتجاه المراوحة في المكان أقول القولي هذا على المؤتمر كل التوفيق من أجل تحقيق أهداف المؤتمر كفريق واحد ننشد إلى ما يحقق إن شاء الله ذاتنا بصورة المعاصرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عباس جواد أدليمي رئيس محور الدراسات السياسية والقانونية على كلمته المقتضبة والتي أبان من خلالها عن حنكته وعن تجربته الفذة حيث قدم العدد النهائي الذي كان في المحور الذي أشرف عليه من البحوث ما قبل منها وما رفض و أشكر له حسن رئاسة لجنته المتعلقة بالدراسات السياسية والقانونية وما أفرزته من بحوث مشاركة في هذا المحور نتمنى لأصحابها التوفيق والفلاح نتحول إلى الدكتور لطيف مرحبا بك مرحبا دكتور مرحبا حللت أهلا ونزلت مكانا سهلا وأفسح لك المجلة للكلمة تفضل مشكورا دكتور أنا أعتذر جدا على التأكير لأنه في العراق نحن نستخدم هذا الزوم أكثر من هذه الأشياء الأخرى فصارت شوية إشكاليات رغم أنه في الجاة في الكلية أنا استطعت أن أدخل بس تم تأجيل المؤتمر إلى ساعة ثالثة أو ساعة ونصف على أية حال أشكركم جدا مقدما قبل ما أبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم يطيب لي أن أرحب بكم في هذا الحدث العلمي الكبير فأبتدي بالقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إن إن أقاد المؤتمر العلمي الدولي الثالث الموسوم بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية برعاية المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية يعد حدثا أكاديميا هاما يأتي كخطوة جادة لربط العلم والمعرفة بقضايا التنمية وذلك إيمانا من الجهات المنظمة والمشاركة في الحدث المهم وإخلاصا لرسالتها التي كرستها لخدمة العلم والتعليم وتحقيق ما يصمون إليه من تطلعات المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية ويأتي أهمية هذا المؤتمر النوعي والهام تحليل نظريات المعرفة وتطبيقها على بنية المجتمعات العربية ودور السياسات السياسات الحكومية وإستراتيجياتها التنموية في تحسين بنية المجتمعات العربية لقد أضحى عالم اليوم وبسبب التقدم السريع والمضطرد على مستوى الدولة والمجتمع أن تسعى جميع الدول المتقدمة والنامية إلى تحقيق أهدافها التنموية وتقديم خدمات أفضل على كافة المستويات ولا يتحقق ذلك إلا إذا تضافرت الجهود نحو تحقيق الأهداف ولا يغير عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية لأن الجامعات يرفع المؤسسات التعليمية لذا دأبت كلية القلم الجامعة على الدوام إلى تفعيل كل ما ينهض بالعملية التعليمية والعلمية والبحثية فهذا المؤتمر يطرح مجموعة من الموضوعات والقضايا الجادة التي تأخذ في الاعتبار العلاقات القائمة بين الموالد والتربية والتنمية في إطار الحديث عن سياسات التعليم في العصر الرقمي وإستراتيجيات التدليس الإبداعية وتطبيقات الذكاء الصناعي في التعليم والتعلم ومهرات التفكير الريادي والإبداعي والمواطنة العالمية إلى جانب الاهتمام بالإدارة وتكنولوجيا على ذا البشر والصحة النفسية والتعليم الدامج والتصميم الشامل من أجل التعلم ومن هنا نشدد على ضرورة رب التعليم بالتنمية وبناء الإنسان وإدراج مبادئ الاستدامة في النظام التربوي وتوفير بيئات تعليم وتعلم تفاعلية مرتكزة على الدارسين مما يتطلب الانتقال من النهج القائم على التعليم إلى النهج القائم على التعلم لتأخذوا جامعاتنا ومعاهدنا مصانعا للعقول المفدعة والأيدي الماهرة إن هذا اللقاء العلمي الدولي الكبير بما يحمله من عناوين مهمة وما يتضمن من أوراق عمل وأبحاث قيمة له لقاء الرياضة والابتكار داعيا إلى أن يقدم المؤتمر نقاشات وتحليلات موضوعية رصينة تسهم في دمج التربية والتعليم من أجل التنمية المجتمعات العربية في الخطط والبرامج التي تطرحها الجامعات وتمنيا على صناع القرار اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تسهم في جعل مبادئ التنمية المستدامة وتبنيها أمرا جوهريا في صلب العملية التعليمية وقيام الجامعات بدور رائد في ميادين التنمية وتوظيف التقدم التكنولوجي والذكاء الصناعي من أجل الصالح العام في إطار الربط العمل بين العلوم والسياسات والتعليم والأساليب التربوية الرامية إلى تنمية الكفاءات الضرورية للتحقيق الاستدامة وتمكين الشباب وبناء المستقبل وفي الختام أبارك للإخوة المنظمين والمشاركين في هذا المؤتمر العلمي الدولي الثالث الكبير والرائع وأتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً على كلمتكم الطيبة ومشاركتكم من العراق الشقيق ومواصلة للحديث يعني الأهداف التي سطرها المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية فالمعهد يقدم دورات منهجية وتدريبات للباحثين المنتسبين له وكذلك الأكاديميين في المؤسسات الجامعية التي تربطها مع المركز تعاون وشراكة وتدريب المستجدين على البحث العلمي من الناشئين كما يسعى إلى معالجة قضايا الحقوق الإنسانية بما فيها حقوق المرأة وحقوق الطفل والحريات الإنسانية ويقدم رؤية إصلاحية ومشاريع استراتيجية لمعالجة ظواهر العنف العقدي والنفسي والفكري والسياسي ونواصل أيها المتابعون الكرام أطوار هذا المؤتمر الدولي العلمي الذي ينظمه المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية بكلمات رؤساء اللجن العلمية ورؤساء الجامعات والمؤسسات البحثية وكذلك رؤساء المؤسسات البحثية المشاركة وأفسح المجال للدكتورة أمينة الطيبي إذا كانت تسمعني دكتورة أمينة دكتورة أمينة الطيبي نحول الكلمة إلى الأستاذة الدكتور قيس شريف مجدي الإمارة في انتظار أن تلتحق الدكتور أمينة الطيبي تفضل دكتور مرحبا بك أهلا ومرحبا بكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام أسعد الله مساءكم كلمة تقدير وتثمين لا بد أن نحبر عنها بحق مؤتمر بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية محدثكم الأستاذ دكتور قيس شريف مجد الإمارة من العراق كلية العراق الجامعة يعد مؤتمر بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية حدثا أكاديميا هاما من حيث ثراء موضوعاته وتعدل اقصاصاته وتغطيتها لحقول معرفية وأسهراته في الفلسفة والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع فضلا عن ارتباط بعض موضوعاتها بالتكنولوجيا من خلال المشاركة به سيتم ربط موضوعات عامة موضوعاته بالموضوع الرئيس المؤتمر من خلال تحليل نظريات المعرفة وتطبيقاتها على بنية المجتمعات العربية ووضع استراتيجيات تنموية في تحسين بنية المجتمعات العربية هذا التنوع في التخصصات والتحدد في المواضع يعكس الحاجة الملحة لدراسة بنية المجتمعات العربية وتحليل العوامل التي تؤثر فيها وضرورة استيعاب جميع أبعادها يهدف المؤتمر لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة النتائج المستخلصة حول هذا الموضوع الحيوي والهم كذلك يهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه للمجتمعات العربية وتحسين بنيةها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة برمتها وترقيتها إن التعليم عامل أساسي في تطور المجتمعات وخاصة في عالمنا المعاصر الحالي ويجب ربطه مع تطور التكنولوجيا تطور التعليم يجب اقتراني بالتعليم التجريبي بصورة كبيرة مع تطور التكنولوجيا كان التطور بمحورين الأول هو تطور الواقع الافتراضي كأدات تربوية لتحزيز التعلم التجريبي المتمثل بما تسمى المحاكات والرسوم المتحركة التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر حيث يمكن للإنسان أن يتواصل فيها داخل عالم مصطناعي بالواقع الافتراضي الواقع الافتراضي هو برنامج بمساعدة الكمبيوتر يقدم بافتراضيه وجد أن الواقع الافتراضي مفيد كأدات تربوية في التعليم والطبيعة التجريبية للتعليم والتعلم والمحور الآخر هو التفاعل بين التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعلم التجريبي الذي يتيح لطبيعة التعلم التجريبي بتشكيل استخدامات الفعلية والمحتملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعماً لتطوير الخبرة المهنية في البنيات في البيئات الأكاديمية والتعلم في مكان العمل يتمثل هذا المحور في ممارسات التعلم بواسطة الأجهزة ذات الاتصال اللاسكي مثل الهواتف المحمولة وأجهزة المساعدة الرقمي الشخصي وأجهزة واجهزة استقبال جي بي اس نظام تحدي المواقع العالمية وأجهزة النقل وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية فضلاً عن أجهزة الآيبود ومشغلات MP3 والتي أصبحت لاسلكية بشكل متزايد تطويراً لاستخدام التكنولوجيا لتحزيز التحلم التجريبي من خلال المحاكات والتحلم عن طريق التدريب خلال دمج منصات التحلم عبر الإنترنت وهناك العديد من تطبيقات التعلم الإلكتروني مناسبة للتمرين والتحلم التجريبي بدء استخدام العديد من مواقع الشبكة شبكة الإنترنت الذي يستخدم العديد من تطبيقات الإنترنت في تدريبات من بين نماذج التحلم التجريبي من نموذج قائم على عمل تكامل جماعي لفريق يقوم بمشروعات أعمال افتراضية تدعم التكنولوجيا المبتكرة التي تطورت سريعاً والمحتمدة على الذكاء الاصطناعي نتمنى المشاركين في المؤتمر وفريق العمل المشرف على إدارة المؤتمر التوفيق والنجاح وتحقيق النتائج التي تتضمن تحليلاً شاملاً لبنية المجتمعات العربية والعوامل المؤثرة لعملية التنمية والتحول الاجتماعي في العالم العربي وإصدار التوصيات والإرشادات العملية والواقعية حول كيفية تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة في العالم العربي وتحسين حياة المواطن وفي الختام نقدم الشكر الموصول والتقدير للأستاذ الفاضي الدكتور جمال هاشم ومدير المحهد فرنسي البحوط والدراسات العربية والإسلامية المحتضى لهذا المؤتمر والأستاذ الدكتور أوبرو طارق رئيس المحهد وفريقهما على جهود الجهود المبلولة في إعداد وتنظيم المؤتمر جزيلا الشكر لكم على أصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا الدكتور قيس الأمارة رئيس محوار التكنولوجيا والتعليم ونستقبل اللحظة الدول الأستاذ الدكتور أحمد العمراني رئيس لجنة الدراسات الحضارية والإنسانية من المغرب تفضل دكتور أحمد مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرتان وإن واقع الارتباك في البرنامج عموما فنحن أيضا عندنا من المشاكين ما يكفينا في هذه الاتصالات الله تعالى أن يسر أمورنا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين أما بعد فإن سأحاول إن شاء الله اختصر هذه الكلمة في أقل مما خصص لها من وقت إذ قيل في المناسبة الكلام كثير سأل الله تعالى أن يبصر به البصائر وينير به العقول ويحقق من ورائه الفائدة أولا يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب الهم الرسالي والفكر الإنساني الفكر الإسلامي الإنساني صاحب فكرة ومبادرة تأسيس هذا المعهد الفتي الأخ العزيز والأستاذ الفاضيل الدكتور جمال هاشيمي والشكر موصول أيضا إلى كل رفاقه وكل من أسهم في بناء هذا الصرح العلمي وكل من شارك في هذا المحفل العلمي الدولي بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والتحكيم وبكل أنواع الدعم كل باسمه وصفته لقد بذلت جهود وأنفقت أوقات واستفرغت طاقات من أجل عقد هذا المؤتمر الذي نسأل الله تعالى أن يحقق أهدافه ولعل أهم مقاصده الإسهام في خدمة قضايا الأمة لمعالجتها علمياً ومنهاجياً وذلك للنغض بها من كبوتها واستئناف مسيرتها وريادتها بل قيادتها للإنسانية وفق مقتضيات الرسالة المنطة بها إن أول بوادر عوامل التوفيق بحول الله وقوته تظهر في حسن اختيار موضوع هذا المحفل العلمي حيث حصر ما جاله في المجتمعات العربية ولا يخف أنها هي محضننا ونواة أمتنا الإسلامية إضافة إلى الحاجة الملحة للوقوف على ما تعانيه في هذه المرحلة من تاريخها العريق من أجل التشخيص والتحليل والمعالجة والتصحيح إلى آخر مما يقتضيه واجب البحث العلمي وأداء الأمانة المنطة بالباحثين والعلماء وهذا طبعاً دور العلماء والمثقفين والباحثين وكل من له مسؤولية أو أنطت به مسؤولية في إطار هذه الأمة ومسؤوليتهم أي العلماء والمثقفين والباحثين مسؤوليتهم نحو أمتهم وما يقتضيه واجب استشراف مستقبل أجيالها وحاجة الإنسانية إلى مشروعها للخروج من تيهها وتوجيه بوصلتها نحو الخلاص الذي نرنو إليه أكثر من أي وقت مضى وبالإضافة إلى هذا المؤشر يظهر عامل آخر يتجلى في ضوابط أو في ضبط عفواً العنوان وتحديده في نطاق نظريات المعرفة وإشكالات التنمية باعتبارهما فرعين أو مجالين علميين وحقلين معرفيين لا يخفى علينا أهمية العناية بهما وضرورة الاشتغال عليهما بناء للنظريات ولمعالجة الإشكاليات إلى آخره مما ينبغي أن يكون ثامرة ذلك الإجتهاد من أجل الإنتاج العلمي والبناء المعرفي والثقافي مع الضبط المنهجي ولا يخفى علينا جميعاً مدى أهمية الإنتاج العلمي والضبط المنهجي إذ مشكلتنا في كثير من القضايا وكثير من العلوم وكثير من الأبحاث مشكلة منهجية منهجية بالضرع الأولى فقد تتوفر المعلومات لكن لا يحسن توظفها ولا أيضاً يحسن البيان من خلالها أو تقديم الآراء والرؤى والنظريات انطلاقاً منها إذن قلت من أجل الإنتاج العلمي والبناء المعرفي والثقافي مع الضبط المنهجي باعتبارها من أهم علل وشروط التجديد والنهوض والبناء الحضاري فكما أنها علل عند غيابها فهي كذلك شروط شروط عند حضورها للنهوض والانطلاقة الحضارية وإذا أضفنا إلى ما سبق ذكره تنوع المجالات والحقول المعرفية المدرجة ضمن محاور برنامج المؤتمر وتعدد المواضيع التي يراد من خلالها معالجة القضايا والإشكاليات أدركنا مدى الاهتمام بالمعالجة الكلية وفق النظرة الشاملة المستحضرة والمعتبر للضوابط المنهجية والمعرفية العلمية التي تعتبر أس ومنطلق الصحوة والوعي الثقافي لتقديم الشهود أو لتحقيق الشهود المنشود وبناء عليه فإننا نشيد بهذا الاختيار الموفق والرؤية الاستراتيجية إضافة إلى التخطيط والتنظيم مع ذلك الحرص الشديد على تحكيم الأبحاث بصرامة علمية إذ شكلت لجان متخصصة ومختصة لذلك الغرض نرجو أن تكون الجهود المتوخات لأجل ذلك قد بذلت على أحسن الوجوه دائما نتمنى في كل المناسبات أن تبدل الجهود المطلوبة الضرورية للتقييم للتقييم البوحث العلمية حتى تظهر ثامرة هذا العمل وأن لا يتجاوز أو لا يقصر أي من تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقه وختاما نسأل الله تعالى أن يقلل أعمالنا بالنجاح ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال حتى تتحقق الأهداف الصالحة المرجوة من هذا المؤتمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا مرة أخرى وعالكم خالص الدعاء ونسأل الله عز وجل حسن التوفيق للجميع والقبول إنه على ذلك قدير والحمد لله رب العالمين شكر الله لكم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد العمراني رئيس لجنة الدراسات الحضارية والإنسانية نشكركم على هذه الكلمة التوجيهية التي أبانت عن غيرتكم الشديدة على ما يقدمه المعهد وما ينهض به من أعمال جليلة نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يسدد خطى كل المؤتمرين والباحثين والمنتسبين والشركاء والعاملين في هذا المعهد الفرنسي للدراسات والبحث العربية والإسلامية نجدد لك الشكر ومن خلالك إلى أعضاء اللجنة التي كنتم تترأسونها وهي لجنة الدراسات الحضارية والإنسانية ونرجو أن نستمتع بالبحث التي تم تحكيمها بخصوص هذه اللجنة نعرك الله وطيقكم يبارك نتحول اللحظة إلى الدكتورة أمينة الطيبي من الجزائر إذا كانت مساعدة كان لديها بعض المشاكل التقنية أتمنى أو أرجو أن تتغلب عليها إذن دكتورة أمينة الطيبي مرحبا بك نفسح لك المجال للحديث عن المختبر تجديد البحث في تعليم اللغة العربية في المنظومة الطربوية مرحبا دكتورة أمينة تفضلي هل تسمعوني أستاذ حسن؟ نعم بالتأكيد تفضلي دكتورة أمينة تفضلي مرحبا من يكتبون أنني في الكواليس لست أدري السبب لا لا تفضلي أنت على المباشر تفضلي أنت على المباشر تفضلي دكتورة أمينة تفضليه فيه الأستاذ الكريم الفاضل أستاذ دكتور جمال هاشمي حيث جمعنا في هذه الأيام العلمية المباركة له منا جميعا جزيل الشكر والامتنان والعرفان نحن فعلا مدينون له في لمه شملنا شمل الباحثين والأكاديميين العرب من خلال طرق مجموعة من القضايا الهامة التي يعيشها عالمنا العربي ونحن معنيين بها جميعا فإذن سعيدة جدا بمشاركة مخبري مخبر البحث أو تجديد البحث في تعليمية اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية سعيدة جدا بالمشاركة في هذا المحفل العلمي الدولي الهام الهام في قضاياه الهام في محاوره الهام في مباحثه والهام في مداخلاته التي نراها جميعا بين أيدينا والتي غاصت ولامست واقع العالم العربي إذن فكما تعلمون إن عالمنا العربي في فترة الأخيرة وعلى غرار الأمم الغربية يعيش مجموعة من الأزمات اقتصادية سياسية اجتماعية وغيرها ويعني يوزى ذلك إلى مجموعة من العوامل على رأسها شاشة البنية المعرفية لدى الشعوب العربية يعني هذه حقيقة وهذا هو واقعنا للمؤلم مما زاد في عمق الهوة بيننا فتشاغلنا عن بعضنا البعض في مشاكلنا الاجتماعية والأمنية دون أن نجد لنا عظدا نستند عليه تجدوا الدول العربية وكأننا يعني ربما نتحدث ونذكر الجسد الواحد الذي إذا أصيب منه جزء تداعت له بقية الأعضاء بالصهر والحم هذا الشعار لا نراه للأسف على أرض واقعنا نتمنى أن نعتصم مع بعضنا البعض ونتحدى في زمن الاتحاد والتكتلات فإذا المتبصر في أسباب ذلك وخلفياته سيجد أن تبلور الفكر العربي لم يصل بعد إلى درجة من النضج وأن ما نسمعه في كثير من الأحيان لا يعد أن يكون أجراساً رنانة تسهم في سباة المواطن العربي وما أثر هذه الشعارات التي نسمعها ونحتفي بها ولا نراها لها مخرجات في واقعنا الراهن للأسف وكل واحد مننا يتحمل مسؤوليته كاملة أمام تراجع البنية المعرفية لدى شعوبنا العربية إذن علينا أن نحتصم ونضع اليد في اليد لنصنع حاضرنا ومستقبلنا بشكل أقوى منذ قبل في ظل هذه المعطيات يأتي هذا المؤتمر الراقي في طرحه والمتعدد في محاوره المقتنس لأهدافه تحت عنوان بنية المجتمعات العربية بين نظرية المعرفة وإشكالات التنمية ولا عمري إن هذا العنوان فيه مجموعة من المفاتيح ومجموعة من المصطلحات التي إذا تمكننا من تسليط الضوء على كل جزئية فيها ممكن أن نخرج بمجموعة من الاختراحات ومجموعة من الحلول من أجل تحسين واقعنا العربي وتحسين تنميتنا العربية في زمن التكتلات كما أقول فحاول المؤتمر إذن تسليط الضوء على أهم العلاقين التي تنأى بالدول العربية إلى ذيل العالم ومركزاً على الحلول التي من شأنها أن تشعل لحمة الشعوب العربية في ظل تمزقات داخلية وخارجية رهيبة للأسف تعيق وتزيد في تشكيل بينات أو هوات جديدة في كل مرة هناك اتساع رهيب لهذه الهوات داخلة يعني المجتمعات العربية داخلياً وعندما يكون التمزق داخلياً فإنه سيؤثر حتماً على علاقتها مع غيرها من الدول العربية إذن هذا ويريد القائمون على المؤتمر تحقيق الأهداف الأخلاقية والمعرفية والتنموية والحضارية والإنسانية فجعلوا لكل واحد منها محوراً خاصاً يعني كثرة المحاور ومحاولتها مساسها ولمسها لأهم جزئيات وأهم يعني أطراف هذه البنية العربية يعني شيء رائع جداً بما فيها يعني كما ذكرت الأهداف الأخلاقية المعرفية التنموية والحضارية والإنسانية فإذا تكاثفت هذه الأهداف فإننا سنجد لأنفسنا أو سننطلق انطلاقة جديدة في هذا الزمن الرهيب إذن مما أثر المداخلات المتنوعة داخل كل محور ونوعها فجاءت غنية علمية دقيقة وهذا ما سيلاحظه المتدخلون وسيلاحظه متابع المؤتمر عن عبر موقعه في اليوتيوب أو عبر اليوتيوب يعني أن المداخلات عنوينها جيد يعني جد المداخلات التي أسندت لي من أجل تحكيمها وجدت أن أصحابها قد توخوا يعني مبدأ الطرح الجدي للمشكلة والبحث يعني الحلول فتوحدت رؤيتنا وقدمنا وحاولنا أن نقدم وجهات نظر للصناع الحضارية والتنموية إذن في ذل هذا لا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق والسدادة لكل القائمين على أشغال المؤتمر وكل المتدخلين في المؤتمر وأتمنى أن نخرج في نهاية هذا المؤتمر بمجموعة من الحلول ومجموعة من الآراء والأفكار ربما التي سنحمل ونشف علىها نحن الباحثين والأكاديميين من أجل الوصول بها وإيصالها إلى مسامع مسؤولنا ورؤسائنا ونسأدري ربما محاولة سرعها في هذا النشئ الجديد فلدى فلنا اليد الطولة في ذلك ويمكننا أن نفعل هذا ما تستطعنا إلى ذلك سبيلا إذن أتمنى أن نخرج في الأخير إلى ما تمنيناه وإلى ما استقرناه وإلى ما أردناه من خلال محاور هذا المؤتمر شاكرة كل من أشرف على هذا المؤتمر من قريب ومن بعيد كل رؤساء الجامعات كل جنود الخفاء رؤساء اللجنة التنظيمية رؤساء اللجائمية رؤساء المحاور وكل من كانت له يد الفضل في إنجاح هذا المؤتمر السديد وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور جمال هاشمي شكرا لك زميلي حسن وعيد لك الكريمة شكرا لك الدكتورة أمينة الطيبي كنت معنا من الجزائر عن مخبر تجديد البحث في تعليم اللغة العربية في المنظومة التربوية شكر الله لك التوصيف والتحليل والتفكيك الذي قمت به بخصوص عنوان هذا المؤتمر بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية ونبقى مع نفس القطر الشقيق نفس القطر العربي الجزائري الشقيق مع الدكتورة مختارية بن قبلية رأي صفتها رئيسة محور اللغة العربية والتواصل الحضاري أفسح لك المجال مرحبا دكتورة مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي دكتورة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بداية أعرف بنفسي معكم الأستاذة الدكتورة مختارية من قبلية أستاذة الليسانيات وفقه اللغة والسيميولوجيا بكلية الأدب العربي والفنون جامعة عبد الحميد بن باديس مستغان بدولة الجزائر وكذا رئيسة الفرقة الأولى بمختبر الدلالة في المستويات الليسانية بجامعة وهران واحد ورئيسة تحرير مجلة المناهل ورئيسة محور اللغة العربية وبناء المعرفة في مؤتمر بنية المجتمعات العربية إذن يسعى المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية ببوردو إلى لم شمل المفكرين والباحثين من مختلف الاختصاصات لمناقشة القضايا العربية والإسلامية الراهنة وقد اختار في مؤتمره العلمي الدولي الثالث أن يناقش مجموعة من المحاور المنظوية تحت عنوان بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية وعليه قدم مقترحه هذا متفرعا وفق مجموعة من الاختصاصات العلمية والفكرية إلى عدد من المحاور التي من بينها محور اللغة العربية وبناء المعرفة تلعب اللغة العربية دورا كبيرا في بناء وتشكيل المجتمعات العربية والإسلامية إذ لم تعد تمثل لغة القرآن والدين الإسلامي ولغة الرسميات في العالم العربي وحسب بل هي أيضا واحدة من اللغات العالمية التي اعتمدت بصفتها لغة بين اللغات الأجنبية الأساسية في الكثير من الدول من دول العالم وذلك نظرا لتزايد عدد مستعمليها وقوة تأثيرها في الساحة السياسية والدينية والأدبية والثقافية والفنية وكذا العلمية والتقنية عالميا وعربيا يهدف مؤتمرنا في محوره هذا أقصد محور اللغة العربية إلى تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية والإسلامية حيث يخطط لمناقشة أحدث الموضوعات في مجال اللغة العربية وما اتصل بها من علوم مختلفة وهذا ما أثمر باقة من البحوث التي نذكر منها بحثا ربط بين اللغة والسياسة والفكر أخذ عنوان تمثلات الحقيقة بين جدالية الدوائر الثلاث السياسة الفكر اللغة وورق بحثية أخرى دارت حول المعجم التوبونيمي الجزائري تعدد لغوي وتنوع ثقافي وحضاري وبحثا آخر وسم بعنوان اللغة العربية وإشكالية التواصل بين الماضي والحاضر كما نلفي بعض البحوث والتقارير التي ركزت على الصناعة المعجمية والموسوعية العربية وقد وسمت بالعناوين الآتية الذكر آليات صناعة المصطلح الطب العربي قراءة في معجم الماء للأزدي وكذا تقرير حركة التأليف المعجم الجزائري في خدمة اللغة العربية والعلوم إسهامات المجلس الأعلى للغة العربية نموذجا بالإضافة إلى تقرير موسوعة ألف اختراع واختراع شاهدوا حضارة ومن بين البحوث التي وصلتنا أيضا ما ربط بين اللغة والأدب في دراسة لسانية تداولية وهو ما عنونا بدلالة التداول وآليات الحجاج في بنية الخطاب الشعر العربي المعاصر وقد اقترب منه أيضا بحث بلاغي موسوم بعنوان شجاعة اللغة العربية أسلوب الالتفات أنموذجا وعناوين أخرى سنتعرف على تفاصيلها أثناء متابعة فعاليات المؤتمر بإذنه تعالى إذن كانت هذه لمحة مختصرة عن موضوعات البحوث التي سيناقشها ضيوف محور اللغة العربية في المؤتمر ونحن نتمنى للجميع متابعة ممتعة ومفيدة ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من وضع فينا ثقته في رئاسة هذا المحور وكل من اشتغل بإخلاص وتفان من أجل إنجاح هذه النسخة المتميزة من مؤتمرات المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية وأخص بالذكر طبعا ها هنا الدكتور جمال الهاشمي الذي أبلى بلاء حسنا في لم شمل الباحثين من مختلف الدول العربية وكذا الدول الإسلامية وختاما في هذه الكلمة المختصرة نأمل أن يسفر هذا المؤتمر عن نتائج مثمرة وحوارات هادفة تساهم في تطوير بنية المجتمعات العربية عموما وتعزيز دور اللغة العربية في هذه العملية على وجه الخصوص ونسأل الله التوفيق والسداد للقائمين على تنظيم هذه التظاهرة العلمية الدولية الراقية راجين منه عز وجل أن يجعل جهدهم هذا مثمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الله لك الدكتورة مختارية من قبلية على ما تفضلت به بخصوص المحور الذي تترأسينه وهو المحور الخاص باللغة العربية وبناء المعرفة وشكرا على الجهود التي بذلتها في إطار مواكبة بحوث هذا المحور مراجعتان وتحقيقا وتحكيما وما إلى ذلك نشكر لك جهودك وجهود الفريق الذي كان معك وساعدك من نفس الجامعة ومن غيرها من الجامعات الأخرى بالجزائر الشقيقة نتحول الآن إلى الدكتور مهند عبود الهلال ليلقي كلمة بصفته نقيبا للأكاديميين العراقيين فإذا كان حاضرا نرجو أن يتواصل معنا الدكتور مهند عبود الهلال والملاحظة عموما أن هناك مشاكل بخصوص التواصل عبر العالم الإفتراضي لضعف الشبكة يعني هناك محاولات من قبل الكثير من الباحثين المشاركين والذين كان لديهم كلمات ليقدموها ولكن تعذر عليهم ذلك لأسباب تقنية صرفة في انتظار أن نربط الاتصال بالدكتور عبود أذكر بأهم برامج المعهد الفرنسي للدراسات العربية والبوحوث العربية والإسلامية من أهم البرامج التي يشتغل عليها المعهد برنامج التعليم والذي يهدف من خلاله إلى تقوية الروابط الأكاديمية والجامعية والتعليمية والعمل على تحسين وإحداث تغييرات في مسيرات التعليم كما يسعى إلى إصلاح المناهج والتدريب ومنهجية التعليم وفتح أبواب التعاون بين المؤسسات التعليمية الأوروبية والعربية الإسلامية وضمان الانتقال من الفكر والتنظير إلى الفائلية والممارسة والتطبيق كما يهتم ببرنامج سيادة المؤسسية وسيادة القانون إضافة إلى برنامج الحقوق والحريات وبرنامج تمكين المرأة والطفولة وبرنامج مكافحة الفكر المتطرف وبرنامج التنمية وما إلى ذلك ولعل الدكتور عبود تعذر عليه التواصل معنا بسبب ضعف في الأنترنت فلهذا نكون مضطرين إلى ختم هذا اليوم الأول من أطوار ووقائع المؤتمر الدولي العلمي للمعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية الذي اشتغل على بنية المجتمعات العربية بين نظريات المعرفة وإشكالات التنمية لا يفوتني في ختم هذا اليوم الأول من وقائع هذا المؤتمر لا يسعني إلا أن أجدد شكري وتقديري لجميع فريق المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية رئيساً مديراً أعضاء شركاء منتسبين ومتعاطفين تحية لكل المؤتمرين الحاضرين بمدينة بوردو والذين شاركوا من خارج دولة فرنسا افتراضياً وأجدد شكري الخالص للجنة التحضيرية واللجنة العلمية والهيئة الاستشارية واللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم والتنسيق والتقييم ولجنة التواصل ولكل جنود الخفاء وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المحفل الدولي الكبير هذا الدكتور الحسن بن عيش من المغرب يحييكم ويشد على أيديكم بحرارة ويتمنى لكل المؤتمرين وكل المشاركين السدادة والتوفيق بفضل الله تعالى وحسن رعايته وغدا إن شاء الله ستتواصل وقائع هذا المؤتمر الدولي لكن مع مدير بل مدير ومديرة لتغطية فعالياته غدا وبعد الغد الدكتور عقيلة الزرقي والدكتور حمادي الموقيت أتمنى لهم كل التوفيق والسداد في تغطيتهما لأشغال المؤتمر في يوميه المقبلين على أساس أنني سأشارك في رئاسة بعض الجلسات وهي الجلسة التاسعة عشر الجلسة الخامس عشر وأكون مشاركا في الجلسة التاسعة عشر بحول الله أتمنى لكل المتتبعي قناة المعهد الدولي المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية أتمنى للجميع أن يكون قد استفاد من أطواري هذا اليوم الأول كما أتمنى أن يستفيد من الجلسات بدءا من الجلسة الثانية وإلى الجلسة العشرين في يومي الغد وبعد الغد إن شاء الله إلى ذلكم الحين ألقاكم بكل المحبة والوفاء ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر